آآ امبرح كنا بدأنا في الجزء الاول طبعا احنا كنا اسمنا الموضوع امرين الامر الاول الخاص بالتصميم والجزء الثاني الخاص بالمنصة التعليمية نفسها. امبرح كنا اهم حاجة عندنا كنا عملنا آآ القايمة بتاعتنا اللي الفوق دي. كنا عملنا آآ الصفحات اللي احنا محتاجينها. واختابنا الصفحات اللي احنا عايزينها ولغينا الصفحات اللي احنا مش عايزينها. ودخلنا على الصفحة الرئيسية مسلا وقلنا ازاي نخش على كل صفحة عادي جدا اللي احنا متعودين عليه. نقدر نشيل ونحط العناصر اللي احنا عايزين نعدل عليها. اه طبعا المفروض ان احنا اه عارفين نستخدم فمش هتبقى دي شيء صعب علينا. وقلنا ان الصفحة دي كلها العناصر الفعالة فيها عند الصفحة الرئيسية دي. هو الجزء الديناميك اللي فيها يعني دي اللي فيها بتاعتنا اللي احنا محددين مثلا ايه الكورسات اللي هتتحط فيها. والجزء التاني الخاص بالليها الفعاليات او كده اللي هتحصل. وجزء التالة الخاص بالمدونة. ودي بيبقى زي ما قلنا نظام بنحضها ونبدأ نعمل الاعدادات بتاعتها. وتظهر. بقى العناصر دي عناصر عادية جدا سابتة. زي كده مسلا دي تستمينيالز بنحط ها دي موجود. بنحط الصورة واسم الشخص ووظفته وهو ايه او بيقول ايه عن المنصة بتاعتنا او كده. يعني الحاجات اللي زي كده. هنا في اه قايمة بردية ممكن يشترك فيها الشخص علشان اه توصلوا الاخبار او الحاجات زي كده. وطبعا الفوتر في الاخر. وكلنا اختارنا. طبعا عرفنا برضو الميجا مينيو اللي احنا عملناها مبارح برضو. الميجا مينيو ازاي نعمل مينيو اللي هو نظام الميجا مينيو دي. وان شاء الله بازل الله في التسجيل تراجعوها تاني برضو. بحيث ان احنا نشوف ازاي نقدر نعمل حاجة زي كده. النهاردة هنخش على الجزء الخاص بالكورسات نفسها. يعني احنا عدنا دلوقتي ده ما نيجي على الكورسز هنا. دي الكاتيجوريز اللي هو حادتها. تمام? لما نخش على اي كورسات فيهم اي كاتيجوري فيهم. بتظهر لمجموعة الكورسات الخاصة بالكاتيجوري ده. وبيبقى فيه على اليمين هنا. آآ نظام اللي هي الفيلتر يعني. ان انا اقدر احدد بالزبط ان اعايز ايه? يعني ممكن اقول له لا انا عايز كوتشنج مسلا. تمام? فيبدأ ان هو. آآ برضو ممكن اعاوز الكورسات الفري مثلا. يبقى انا اخترت كوتشنج وفري. اقول له سيطلع لي هنا ايه? الحاجات اللي هي في التصنيف اللي انا اخترته ده. وتكون فري. يبقى ده بسهل على الزائر ان هو يقدر بسهولة يلاقي الحاجة اللي هو عايز. فهو اختر لي الحاجة. ممكن انا عايز مسلا ندور في وفي آآ مثلا. تمام? الكورسات الفري. تمام? ممكن اختار معين لو عندي اكتر من كمان باختار اللي انا عايزه. وبعمل فلتر. بيطلع لي برضو الكورسات. تمام? الكورس اللي بيطلع هنا. تمام? نقدر ندخل عليه. قبل ما ندخل على الكورس هنا فوق في برضو ان هو اقدر يستعد الكورسات. يعني انا دلوقتي. لو اخترت كده الكورسات كلها. يعني ممكن اختار طبعا كل الكورسات كده. وعمل اقدر طريقة العرض نفسها. هتختلف. اه عن طريق ان انا ممكن من هنا ده نظام اسم وفي نظام اللي هو بيعرضه من تحت بعض. تمام? فممكن يختار نظام اللي هو يعرضهم تحت بعض. او نظام اللي هو بيعرضهم جنب بعض بالشكل ده. هنا طبعا بيبقى نظام او الترتيب يعني يرتبهم بنظام احدث حاجة تم نشرها او بالنظام اللي هو الفابت اللي هو بالحروف يعني. تمام? من ايه لغاية زي. والحاجة اللي فيها اكتر اعضاء يعني الحاجات اللي فيها ناس كتيرة اه مشتركة يعني طلبة كتير او ناس كتير او عمل كتير يشتروا الحاجة دي. هنا ممكن ادور على الكورس بالاسم يعني ممكن مسلا انا عايز اقول ديزاين مسلا. طالي الحاجات اللي ايه اللي لها علاقة بالدزاين. فدي كلها دي الصفحة دي اللي انا اخترتها منين كورسز والكاتيجوريز. ممكن ندوس على الكورسز بس. طبعا لو دست على الكورسز هيخش لي على الكورسز كلها. كلها هتبقى معروضة. لو انا عايزة اعمل فلتر لحاجة معينة بعمل فلتر لحاجة معينة. طيب الكورس ده اللي احنا بنختاره ده لما بندخل عليه اي كورس فيهم. بيديني الصفحة دي. والصفحة دي بتبقى محتواها هو اه اللي يعرف موقع يوديمي طبعا نعرف هو نفس تقريبا الشكل. بيبقى عندنا فيه العنوان. وشوي التفاصيل عن يعني دي دي نبزة او يعني لمحة سريعة كده عن الكورس. المحاضر والتصنيف بتاع الكورس والريفيوهات لو في حد عمل قبل كده على الكورس. وبعد كده هنا بيكون فيه اه وصف الكورس. وتحت هنا المنهج اللي في الكورس هنا طبعا لسه مش موجود مش محطوط حاجة يعني. اللي هي الدروس يعني اللي بتاعة الكورس والمدرب. لو دوست على المدرب بيخش تاخد كل الكورسات المدرب يعني عاملها. مدرب ده تحديدا. وهنا. الريفيوز اللي على الكورس. لو فيه قبل كده. ده من نسبة للجزء. ده على اليمين هنا بنلاقي في اه انترو يعني فيديو كده تعريفي. تعريفي بيه الكورس يعني اللي هو مقدم عن الكورس او حاجة. وهنا هيقدر ان هو يعمل طبعا عشان الكورس ده مجاني. فممكن على طول تبدأ الكورس لو مدفوع زي مثلا شوف كورس مدفوع كده. هيبقى انظام ان انا اشتري الكورس يعني. يعني ده كورس مدفوع مثلا. هيبقى اه سعره كام واعمل باي ناو. وتحتيها شوية معلومات سريعة كده للكورس دي. ان هو كام محاضرة في الكورس. كام اختبار او امتحان. تمام? مدته قد ايه? اربعة وخمسين ساعة. اه الليفل ايه? يعني ينفع لاي مستوى. طبعا ممكن اختار اه بي جينر ممكن اختار متقدم متوسط على حسب يعني. وهنا في اللغة بتاعة الكورس ايه? انجليش. كام طالب اه حضروا الكورس ده قبل كده? هنا تمانية وعشرين. هل في يعني في تقييم او اختبار? اه. واكذا. تمام? طبعا هنا كمان في ان انت ممكن تحط الكورس في اه اه يعني ايه يعني زي كده في عندي الغاية. لو انا عجبني الكورس بس مش هشتري دلوقتي اقدر رحطه في اد تو ويش لست. بحيث ان انا بعد كده اقدر ان انا لما اكون في الاكاونت بتاعي. انا هنا لما اروح بالبروفايل. عندي البروفايل فوق لما اخش على البروفايل بتاعي. تمام? واجي عند الويش لست. انا لقيه حاطط لي كل الكورسات اللي انا عملت لها ايه? اه في الفافوريت عندي. عشان اقدر ارجع لها تاني. لو انا عايز اشتريها في وقت تاني بعد كده. عشان ما اضعش مني يعني اه وهكذا. الجزئية دي او الصفحة دي الخاصة بي الكورسات او كده. الصفحة دي يتم عددها عن طريق الليرن بريس. ان احنا قلنا المسؤول عن ادارة الكورسات او المنصة التعليمية نفسها في القالب ده هي اللي هي بنلاقيها فين? اللي هي دي ممكن تشتغل على كذا قالب. مش بس يعني هي مستخلة بذاتها. بس هو عمل نظام يسهل علي زي ما شفنا كده حاجات جاهزة وشوية ويتجز وحاجات يعني حاجات تسهل على الامور وقال لي وهستخدم ليرن بريس. ادمج معي ليرن بريس بحيث اعملك منصة متكاملة. لكن انا ممكن استخدم ليرن بريس مع استرا. ممكن استخدمه مع اي حاجة عادي يعني. ولكن احنا بنستخدمه مع اديوما عشان اديوما بديني الحاجات زي يعني ابسطها. انه بديني اشكال جاهزة زي كده. كتيرة جدا اقدر ان انا استخدم. احنا ما عملناش اي تصميم من التصميمات دي مثلا. انا قدرنا ان احنا مبارحة ايه? زي ما قلنا نعمل امبورت لها. ان احنا نيجي في اديوما كده ونعمل امبورت ديمو. اداني كل المقترحات دي كبداية اقدر ان انا اخدها كنقطة انطلاق للموقع بتاعي. اختار الشكل اللي انا عايزه. وهكذا دي حاجة من الحاجات. الحاجة التانية اللي مديهاني اديوما يساعدني في وقف ليرن بريس. ان هو عامل لي. اه عناصر معانا اه تشتغل مع بحيس ان انا ده رحط كده زي ايه? زي اللي احنا نختارها في دي خاصة بالاديوما يعني. تمام? فاحنا دلوقتي اللي هنشتغل عليه وليرن بريس. يعني ما هوش حاجة صعبة لان هو بيعمل اه زي اي حاجة زي اي بوست يعني نظام بوستنج زي ما بعمل اي نظام بوستنج مدونة او كده ان انا بخش على الكورس بكارية كورس وبدي له عنوان وصورة وشوية تفاصيل واقول له يروح منزل الحاجة دي. تمام? في ليرن بريس اول حاجة لما بكون لسه ما اشتغلتش عليه بيديني حاجة اسمها ساعات يظهر لي الشكل ده اللي هو ايه? يعني اعمل لي اه سريعا كده ايه? يعني فممكن اضغط عليه اللي انا عايز مثلا كده. وسريعا هيقول لي اول خطوة ولكم بعد كده تاني خطوة بيقول لي الصفحات يعني ايه هنا بيقول لي الصفحات اللي مطلوبة وحدد لي هتذهب فين الصفحة دي بتاعة الحاجة دي. هو كده كده عاملها مظبوط يعني الا ازا كان فيه اي اختلاف هيحصل بنعمل كده. بيقول لي يعني الصفحة اللي فيها كل الكورسات. بتاع هي صفحة هو اصلا مكارية الصفحات دي. وآآ معين كل صفحة اصاد الحاجة بتاعتها ولكن ده لو حد حاب يغير حاجة. هنا بروفايل بروفايل تشيك اوت تشيك اوت بكام قطيت شاي بقى كده تمام اه تمام. اقول لي عادي جدا. هنا بيقول لي الدفع طبعا الدفع الاساسي هنا هي عن طريق بيبال بس. الا لما يعني ممكن تضيف طرق دفع اضافية لو اتعقدت على اي طريق دفع تانية ولكن منضيفها عن طريق وو كوميرس. مش عن طريق طبعا هنا ولكن انا ممكن اتجاهل دي. مش لازم اكتبها لو انا مش يعني ما عنديش ايميل ولا حاجة في بال بعمل عادي. وخلاص كده. هنا ده اخر حاجة. ما فيش اي حاجة اكتر من كده. بعمل باك تو داشبورد. طيب. هنا بقى نروح لكزا حاجة. اول حاجة في كورس وليسونز وكويزز وكويسشنز. الجزء ده مهم جدا. لان قايم على نظام ايه يعني مختلف شوية عن يعني مسلا بيستخدم حاجة زي تيوتر او حاجات زي كده. هو بيخش على الكورس. ويحط كل حاجة جوا الكورس بتاعه ويمشي. لكن هو مقسمها ازاي? انا عندي الكورس ده عبارة عن ايه? انا مش عارف انا اللي عمالي الكالكس ده. يعني حاجة صعبة جدا. عاديم في الشارع يعني. الكورس عبارة عن حاجتين. انا اي كورس هو عبارة عن حاجتين. الكورسات هنا عموما يعني. ممكن كويزز. انا بعمل دروس لوحديها. وبعمل كويزز لوحديها. وبعد كده لما اكاريت الكورس. اضيف دروس عليه. يعني ده النظام اللي شغال هنا. طيب. نشوف عملي كده عشان ما نعودش نعمل. هنخش على الكورسز. هو هنا. نشوف فيه كم كورس عامدينه. بنعمل اي حاجة يعني اي حاجة. تمام? وبنبدأ نعمل نكارية الكورس بتاعنا. تمام? نسميه كورس وان. مثلا. وبتيجي تكتب هنا مجموعة الكلام يعني ديسكريبشن. كورس. طبعا تعمل كامل واضح وافي. علشان اولا اللي يخش على الكورس يفهم. الكورس ده عن ايه? الحاجة التانية انه يكون فيه محتوى كويس علشان آآ برضو تظهر الكورس يظهر في محركات البحث فيبقى في محتوى يعني يقدر يعمل حاجة زي كده. بعد كده عندنا هنا تحت كده. المنهج. مكتوب ايه? اللي هو المنهج بتاع الكورس. بتاعة الكورس. تمام? هنتخطى كده سريعا وننزل تحت. هنا شوية اعدادات خاصة بالكورس. عمدنا في جنرال في برايسنج وحكذا يعني. تخش على جنرال اولا. المدة الكورس ده قد ايه? اولا انت ممكن تحدده بالدقيقة بالساعة باليوم بالاسبوع. تمام? فاحنا ممكن نكون الكورس ده مسلا عشر ساعات ناشر ساعة ايا كان. بحدده يعني. تمام? طيب. هل ده معناها? ده مش ده يعني عزرا هو مش مش مدة الكورس آآ نفسه لا. يعني الكورس ده ممكن لغاية امتى ويقفل? يعني مش هقدر اخش عليه تاني. تمام? فده يعني بتاع الكورس. يعني انا النهاردة اشتريت الكورس ده. تمام? بعد مسلا آآ عشرين يوم. خلاص خلاص كده. يعني ده مسلا بيبقى موجود لايه? لو انا عامل مؤسسة مدرسية او جامعية. بيبقى ليهم خلاص ترمي الاول. الترمي الاول لغاية امتى? الترمي الاول عبارة عن مسلا تلت شهور دول. عشرة و احداشر و اتناشر. تمام? اللي هما كام اسبوع? اللي هما نضرب تلاتة و اتناشر اسبوع مسلا. يبقى اتناشر اسبوع كده. بعدها الكورس هيقفل. تمام? طيب لو انا لا ما فيش وقت معين. يعني الكورس عادي يقدي للناس على طول بيقول زيرو. يبقى دي مدة صلاحية الكورس. مدة صلاحية الكورس. مش عدد ساعات الكورس. يعني فيه فرق تمام? بعد كده هنا فيه بلوك كونتنت. يعني هتقفل الكونتنت. يعني هي هي هيقفل الكونتنت قوي الغيل والمحتوى الكورس. امتى? لما الديوريشن دي يعني لما يجي معادي الالف لو انا محدده مسلا على اتناشر اسبوع والكورس يقفل. تمام? اقول له بلوك يقفل المحتوى. تمام? ولا بعد ما يعمل الطالب نفسه يخلص الكورس. يعني الطالب بمجرد ما يخلص كامل محتوى الكورس والاختبارات وخلاص. اه خلص الكورس يتلغي. يعني ايه يتلغي? يعني ما قداش يخش عليه تاني. تمام? فلو انا عايز في حالة من الاتنين بحدد يا ده يا ده يا الاتنين مع بعض يا اما بلاش لا ده ولا ده. يعني الكورس اصلا مش هتعمل له بلوك. يعني انا لا هعمل بلوك لما ما فيش عندي وقت معين وفي نفس الوقت ما عنديش آآ يعني ما فيش مشكلة ان الطالب يبقى معا الكورس بعد كده على طول. مش هقف على الكورس. اما في بعض الاحيان بيبقى فيه ده مطلوب يعني على حسب طبعا الايه الموديل بتاع المنصة يعني هل هي مدرسة مركز تعليمي هل انت مد يعني معين هل هي حاجة مجانية الفترة معينة وهتنتهي وعمل بلوك يعني ايا كان. فدي بختارها لو انا عايز. مش عايز خلاص يبقى انا مش هعمل بلوك اصلا. هنا قال لو اللي هي ايه ان ممكن الطالب بعد ما يخلص الكورس. او بعد ما الكورس يتعمل له بلوك يقدر ان هو يشتريه من تاني. يقدر ان هو يشتريه من تاني. وده للكورسات اللي هي بفلوس. يعني الكورسات اللي هي بفلوس يقدر ان هو يشتريه من تاني. اه يقدر. يعني هو الكورس مسلا كان مدته تلات شهور وبعد كده للأسف اتقفل خلاص. مدتك خلصت يعني. يعني انه مسلا كان مشترك في حاجة لمدة معينة. طيب. ينفع يشتريه تاني? اه ينفع يشتري تاني. طيب بعد ما يشتريه. بعد ما يشتري الكورس تاني. ايه اللي بيحصل? هل يعني الحاجات اللي هو تقدم بتاعه في الكورس اللي فات. يبدأ من الصفر. يعني مسلا هو مكتوب انه هو آآ حضر تلات دروس وامتحن امتحنين ونجح فيهم وكزا. هل كده الحاجات دي هتروح اعمل يعني هيبدأ من الصفر ولا لو اعاد شراء الكورس هنحافظ على الجزئية السابقة زي يعني يخش يلاقي يعني تقدم بتاعه اللي فات زي ما هو على وضعه القديم يعني. تمام? آآ يعني نشوف يعني انت بتختار الحاجة اللي هي لها علاقة كده. او اوبن بوب اوب يعني ايه? ايه هو بيختار بقى. تمام? يعني هو آآ بيقول له انت عايز يعني بيقول للطالب بيدي له اختيار انه هو عايز يعمل ريسيت ولا يحافظ على الحاجة دي. فانت بتدي له اختيار. فإما ان انت بتكبره على حاجة معانا هنعمل ريسيت من الاول مدام الوقت خلص هتبدأ من الاول. او لأ هنكمل على شغلك اللي انت كنت عليه. او والله انت حدد. فدي الحاجات اللي ايه? المتاحة في اعادة الشراء مرتاني. عندنا بعد كده فيه مستوى الكورس. وده اللي بتكتب برا يعني عشان برضو اللي بيحضر الكورس. يعني احنا النهاردة مسلا هناخد كورس في بناء متجر الالكتروني متقدم. فانا ما لازم افهم اللي هيشتري الكورس ده ان ده عاوز واحد مسلا. او عاوز واحد انترميديت ليه? علشان يبقى عارف قبل ما يشتري الكورس ان مستوى الكورس ده ممكن يكون مناسب ليه ولا لأ. عشان لو انا يعني انا مبتدئ. ما اخشش على الكورس ولاقي نفسي ان انا محتاج. لا انا لازم احدد له الحاجة دي. والله فيه كورسات بتبقى يعني يعني حاجة اصلا اي حد ممكن ياخدها مش محتاجة مستوى معين يعني ايه? ادى معينة حاجة معينة ممكن كله يستخدم هيبقى هنا بقى دي دي حاجة تسوقية شوية يعني ايه? يعني بحط عدد آآ طلباء فيك واهمي ان هما حضروا الكورس عشان شكل المنصة يعني. دي حاجة يعني ايه? آآ لطيفة يعني هما عاملينها. انا ما خش على الكورس دلوقتي كده. اي كورس من الكورسات بلاقي تحت هنا ايه? كم عدد اللي حضروا الكورس? فمسلا دول متين تلاتة وسبعين هنا ستين هنا تمانية وعشرين. طبعا الحاجات دي لو كلها صفار يعني مش حلو يعني لسه بادئ وكده آآ بس يعني اللي يخش فيش حد ياخد الكورسات خالص مثلا. فهو ما ديك ان حضرتك تقول آآ لا والله يعني ممكن كل القصة دي ما يكونش فيه حد اصلا هذا. هتقول له مثلا حذر الكورس ده مية تمانية وعشرين. علشان الرقم ده بيدي شكل يشجع على ان الناس تسخ في الكورس يعني. تمام? اقصى عدد من الطلبة يحضروا الكورس. لو انت عمل الكورس ده لعدد معين. يعني ممكن يكون كورس عامله وكعرض خاص كأي حاجة لعشرين تلاتين واحد. فبكتبهم. لكن لو ملوش عدد محدد اي عدد عادي يبقى الصفر زي ما هو. تمام? كم مرة آآ آآ يقدر ان هو يعني كرر الكورس ياخد الكورس ويقدر يكرره. طبعا ما دام هو الكورس آآ يعني لايف تايم. يعني مش هعمله معد معين ويقفل فيه. تمام? يقدر ممكن اخليه كرره اي عدد من المرات. يعني يقدر يكرر الكورس من الاول والتاني ويفضل يكرر الكورس عادي يعني ان طول ما الكورس معاه يقدر ان هو ياطه. دي حاجة يعني ما هياش فرقة كتير. بعد كده هل احط زرار اسمه زرار ده يعني ايه? هو فيه زرار كده? تمام? ممكن انا اول ما ادوس عليه بقى انا كده اقول له يخلص الكورس. او ان تخليص الكورس ده لازم يكون مبني على ان هو يكون خلص الدروس والامتحانات. بقى انا مش هعمله الزرار ده ليه? مثلا. علشان انا ما يخليش مش هو اللي يحدد ان هو ينهي الكورس ولا ما ينهيش الكورس. الكورس ينتهي بمجرد ان هو يكون خد الدروس كاملة. وان هو حل الكويزيز كاملة. وبناء عليه الكورس هينتهي يعني هيخلص ويبقى هو يعني نجح في الكورس او كده. ولكن لاي سبب ما? لو هو كورس مجرد شوية محاضرات وخلاص. ويحضرها انا مش فارق معي يا حضر ولا ما حضرش. هو ممكن يعمل ده كورس. يبقى انا عمل له الزر ده. ان هو يقدر هو يقرر في اي وقت بنيقول انا انا خلصت. تمام? هنا بقى الكورسات المميزة هل هحطه في لستة الكورسات المميزة? اللي بتظهر دايما فيه في كده قائمة بنعملها مسلا في الصفحة الرئاسية اسمها. آآ كورسيز مسلا هنعملها في اداء من ضمنهم. ولا لا تمام? هنا ممكن تعمل ريفيو ريفيو لنفسك زي ما عملنا فوق عدد طلاب فيك. يعني في ناس فيك. دخلوا مئة تمانية وعشرين. فانت ممكن تعمل حاجة زي كده عشان ما انت مش عندكش مئة تمانية وعشرين واحد وما فيش ولا كده فانت متعمل ايه اكسلانت مسلا. كورس مسلا. تمام? لو عاوز تعمل اي اكسترنل لينك يعني اللينك خارجي لأي حاجة. يعني اي مصدر مسلا برا موقع معين عاوز عاوزي يستفيد بي ايه اي حاجة تمام? آآ ده بقى عدد ساعات الكورس قد ايه? ولغة الكورس. وبعد كده لو حاوزين نحط ميديا انترو. ميديا انترو ممكن تحط فيديو. يعني رابط فيديو معين. وليكن مثلا لو احنا رحنا على اليوتيوب. لو عندك اي فيديو ليه علاقة بالكورس. ممكن تاخد. الفيديو مثلا. اللي هو اللينك بتاعه. اه من شير. اللينك اللي بقى موجود ده. ونحط فيه المكان ده كده. الفيديو ده. بس. ده بالنسبة لايه الجزء اللي احنا فيها دي كلها اسمها الجنرال. ده الجنرال اللي موجود فيه آآ الكورس سيتينجز. بعد كده هنخش على لو فيه سعر سعر ايه بتاع الكورس? لو هتسيبه فاضي. لو لو بمقابل هتعمل اي سعر بقى مسلا تكتب خمسين دولار. طبعا احنا بنحدد العملة بتاعتنا في الاعدادات هنا. احنا عشان ما حددين دولار فهو يا دولار. ممكن تغير العملة. تمام? ولو في سعر. يعني احنا السعر يعني السعر الاساسي. لو في سعر تخفيض ممكن احطه هنا. لو ما فيش خلاص. هو ده سعر. وفي سعر خصمة طيب والله هي اول فترة معينة بخمسة وتلاتين. طيب هل انت محدد الفترة دي? انا مش كل شوية اقعد اخش عدل. اقول له والله خلاص الاتلاغة. لا انا ممكن اعمل وأقول له السعر ده هيبقى ساري من يوم مثلا اتناشر. لو انا عندي مناسبة عندي فيه مثلا عيد قومي في اي حاجة. تمام? اقول له مثلا من يوم تلاتاشر لغاية يوم آآ ستاشر. بعد كده بعد كده هتلاقي لوحده هو رجع لسعره الاساسي. تمام? هل في اي يعني شروط للتحق? لا مفيش. تمام? يعني ايه? يعني هنا طبعا يعني هل الكورس ده لازم يكون مسجل في الموقع عشان خاطر ياخد الكورس? ولا لا. والله لو لازم يكون مسجل يبقى ما حطش دي. لازم يكون مسجل في الموقع. لكن لو عملت كده يبقى اي حد ممكن ياخد الكورس من غير ما يكون عامل تمام? احنا نخليها دايما ان يكون مسجل يعني الطالب يكون موجود عندنا افضل يعني. هنا دي بشوية معلومات بقى لو حضرك عايز تحطها لو عاوز تكتب متطلبات للكورس. يعني ايه? ممكن تكتب كزا عنصر. مطلبة الكورس مسلا ان يكون مسلا لا يقل عن سبعتاشر سنة. يعني يكون من مواريد برج الجدي. اي حاجة يعني تبقى تكتب الكلام ده هنا كده. تمام? تحت بعضية. ده بيظهر في الصفحة الرئاسية بتاعة الموقع. هنا مسلا يعني هنا المدراء. مدرين التسويق. مدرين المبيعات. المهتمين. طلاب كلية الحاسبات والمعلومات. بتكتب الايه? الناس اللي هي اللي مستهدف لو حد منهم كده. اه هنا يعني لو في مثلا ايه? عناصر اه مميزات للكورس او كده. وهنا في سينو جيم. اكتر الاسئلة متدولة ممكن تحط سينو جيم عن الحالات دي. مسلا ايه? كم مدة هذا الكورس. الكورس يمندته مش عارف ايه? كم عدد لشان الدروس اللي انا لازم احضرها. كامل وقت اللي ممكن هل ممكن احصل على شهادة? الاسئلة اللي هي متدولة كتير بحيث تحطها مع بعض. لما يخش على الكورس يقدر يلاقي ايه? الكلام ده. احنا ممكن نقوم العنصر واحد من كل حاجة يعني تمام? تمام? آآ ممكن نقول له عاوزين كومبيوتر. انترنت ماسي. انا انا عايز لازم يكون عندك آآ مدرر. نيت كونكشن. انا اطلب الكورس مثلا يعني تارجت kaudeans اآ طلاب الجامعة مسلا. أخذ سرتيفيكات وين نحط زؤال واحد مثلا إيه دو آي دو أتن تمام كده احنا حطينا شوية عناصر اساسية كده بعد كده فيه الاسيسمنت اللي هو التقييم بتاع الكورس اللي هو يعني نسبة النجاح بتاعه بتعتمد على ايه يعني انت دلوقتي هو النجاح ده بيعتمد انت عاوزه يعتمد على ايه فاعتمد على التقييم تمام التقييم يعني يكون حضر الكورسات كلها يعني يكون الفيديوهات اشتغلت لغاية ما خلصت الفيديوهات اللي احنا هنحططها او لما يكون احنا نعمل يعني فيه اختبار نهائي في نتيجة بناء عليها هيبقى نجاح او من خلال فيه امتحانات في النص بين كل واحدة وواحدة مثلا حطينا على اخر كل واحدة اختبار بناء عليها هيكون نجاح او عن طريق معينة او عن طريق درجة معينة على حسب انت طبيعة فاحنا ممكن نقول مسلا بيه مسلا عن طريق حضور الكورسات ويكون حضر تمانين في المية من الكورسات يعني النسبة بقى بنسبة النجاح قد ايه مسلا تمانين في المية بس هنا بقى المحاضر مين هو المحاضر ممكن بوجود اي حد اه مدرب يعني لو فيه لو انت عندك او حاجة او ملف اي ملف فيه معلومة او في اي حاجة بنقدر ان احنا نيجي هنا نكتب مسلا ايه اه كتاب الكورس مسلا ونعمل او اجيب له لينك من بره يحمل اللي هو يحط له لينك هنا تمام يعني اللينك بتاعه لو انا الكتاب حطه على اي منصة تحميل كتب بره يعني نعمل احنا نحط اي حاجة يعني كده اه تمام احنا ممكن نشوف كده مسلا نحط ملف بدي اف زي ده كده هتلاقي حط الملف الاول اهو طبعا ممكن تحط اكتر ملف بعد ما تخلص تعمل سيبه كده انا عملت العناصر اللي بتاعت اعدادات الكورس كلها تمام? نيجي بس على اليمين هنا نحط الصورة بتاعة الكورس كل الكورس يبقى لي بتاعته زي كده يعني عادي احنا نحط الكورس كده طبعا ده كورس يعني حاجة لها علاقة بالمسان بالكمبيوتر او حاجة تروي اي حاجة كده نختار صورة كويسة ونختار الكاتيجوري الكاتيجوري هنا زي بقى ما نشوف التصنيف. لو التصنيف موجود هنا. لو ما فيش موجود هنا. اقدر انا اضيف تصنيف من هنا. واقول له ايه مسلا? اه. مثلا. هيضيف لي ويبقى ده التخصص اللي هو اللي انا عملته الجديد بتاعي. وممكن نقول مسلا ده هو ممكن احطه ده في ويب ديزاين وانلاين بيزنس. على اساس ان هما يعني قريبين من بعض في بعض الامور. بس وبعد كده اعمل كده انا عملت كورس بس في الغالي دلوقتي انا ما حطتش ايه? ما حطتش المحتوى بتاع الكورس. اللي هو الجزء الخاص به منهج الكورس. ليه? لان ده لي قصة تانية. بس احنا مبدئيا. حلاص احنا حددنا ان فيه كورس. تمام? ولما اجي اروح على الكورس هلاقي الكورسة هو موجود. ولما اروح لصفحة الكورس. اعمل فيو. هلاقي صفحة كورس عادية جدا. ادي اسم الكورس. وادي وصف الكورس اللي احنا عملناه. وهنا البيانات بتاعت الكورس والكاتيجوريز بتاعته. تمام? وهلاقي هنا الفيديو اللي احنا حطناه كمقدمة. وادي خمسين دولار. تمام? اه هنا بقى بيقول لي كم محاضرة طبعا زيرو زيرو. يعني هتخش طول العمر على الكورس عادي جدا. هنا معين انجلش مية تمانية وشايفين كم عدد الطلبة مية تمانية وعشرين طبعا احنا عارفين ما فيش مية تمانية وعشرين ولا حاجة. بس الرقم اللي احنا حطناه هنا. هل في اختبار? ياس في اختبار. تمام? وهكذا. آآ هنا بقى. هتلاقي برضو نفس الحاجات اللي هي قصة بيه المحتوى. هنا وصف الكورس. احنا ما كتبناش فيه يعني غير كلمتين كده على السريع. هنا مفروض منهج الكورس اللي احنا لسه ما حطناهوش. وهنا هنلاقي اسم المدرب. تمام? ولو ليه بيانات هتتكتب. هنا تمام? وهنلاقي هنا اللي احنا عملناها المتطلبات. كمبيوتر زاد انترنت كونيكشن اهو. اتاخد سرتيفيكيت. مين التارجت اوديانس بيكتب لي حاجات بيه. تمام? كده تمام? اه تمام. هنروح على ايدة كورس بقى. عشان نعمل الجزء الخاص هنا ده. بالمنهج. اللي هو الخاص بمنهج الكورس. ولو حابب ان انت تحطه فوق هنا مسلا علشان يبقى هو دايما اول حاجة عشان تتحكم فيه لان التحكم فيه مسلا. بس ما عرفش هيجي فوق ده مش هيجي فوق ده. عشان ده آآ الاساسي. تمام? هنا هو عبارة عن اول حاجة باجي على ده كده. بكتب مسلا ايه? اكتر يعني الوحدة الاولى. واعمل انتر. انا بقى المفروض انه انا مقسم بقى للكورس بتاعتي يعني. لو انا عندي اتنين شابتر ادي شابتر وان. ودي شابتر. انا عملت شابتر وان وتو. وبقفل من هنا وافتح كده. اللي هو ايه? زي الكلابس والحاجات ديها. وهنا اكتب مسلا ايه? ايه? اجزام. يبقى انا اول حاجة بعمل الاقسام بتاعة الكورس كسكشن من غير محتوى لسه. بس انا بقى ايه? بنظم الكورس بتاعي. عملت شابتر وان شابتر تو فينال اجزام. افتح بقى شابتر وان. بيقول انت عايز تحط في ايه? تمام? في عندي حاجتين. يعمل انا بحط listen. يعمل احط اجزام. تمام? طيب. لو listen. تمام? او اجزام. اللي بدوس عليه كده بيعمل اهو كده. واجه اختار items بقى من هنا. ايه ال items? الليسنز موجودين هنا. والاكزامز موجودين هنا. اللي هي يعني. فالمفروض ان انا اصلا اكون حاطة الدروس بتاعتي في وحاطة الاختبارات في واقدر بقى ادورها في كل الدروس عادي. يعني ما ممكن الدرس ده اكون هستخدمه هنا وبكورسات تانية. فانا الليسنز بيكون اعملها هنا اساسا. فلما بقول مثلا انا عايز لما بقوله select item بيفتح لي كل الدروس اللي ايه? المفروض موجودة. بس طبعا ما فيش دروس بس احنا هنشوف دلوقتي. الكويزيز هيجيب لي الكويزيز كلها اللي موجودة بس هو ما فيش طيب. نعمل كده حافظ دلوقتي. ونروح على بقى الليسنز. انا المفروض يكون عندي مكتبة من الدروس ومكتبة من الاختبارات. نخش على الدروس كده. تمام? ونعمل add new. الدروس دي هي ايه فكرة الميزة هنا عن عن باقي الحاجات. ان هو بيخليك تقدر تعمل الدرس مرة واحدة. ولو انت عندك عشرين كورس. فيه تلاتة اربعة كورسات فيهم نفس الدرس. تحط على. مش لازم كل مرة احط نفس الدرس على الكورس. لا انا خلاص هو الدرس عندي. انا بعمل assign للدرس ده جوه الكورس. بس. فانا باجي هنا اعمل درس ده مسلا. listen one. طبعا انت بتسميه الاسم المناسب لي. بتكتب وصف الدرس يعني بتكلم عن ايه الدرس ده? وبعدين هنا بقول الدرس ده قد ايه? يعني هل هو مسلا اه. طبعا ده بيعتمد على ايه? ان انت اصلا عندك فيديو الدرس. طيب فين فيديو الدرس? ناخد اي فيديو درس عندنا. عندنا فيديو الدرس بتاعنا مسلا وليكن ده. اه ده سبعة وخمسين دقيقة فانا هاجي اعمل واخد الرابط بتاعه. طب الرابط ده بحطه فين هنا? هنا الرابط بتحطه في يعني هو ده المكان الطبيعي. الخاص بايه? بالدرس بالفيديو بتاع الدرس يعني بس. وبعمل هنا. مسلا ممكن انك في ستين مينتس يعتبر. هل ممكن حد ياخد بيعمل يعني لو حد لسه مسجلش في الكورس. ما انا ممكن اخلي الدرس الاول ده مسلا درس كده تلت دقايق زي مقدمة. واخلي الطالب يقدر يشوفه كانوا من انواع ايه? ان هو يعني بيعرف الدنيا فيها ايه? ممكن يشوف شكل الكورس شكل الشرح ايا كان. فانت ممكن تعمل كده يعني الطالب يقدر يشوف يعني حتى اللي لسه مسجلش يقدر يشوف العينة معينة يعني. يعني يعمل معينة. او لأ ما يشوفش ده. ممكن حاجة تانية. ممكن اشوف درس تاني واخليها يشوف. هنا الماتيريالز نفس اللي عملنا من شوية الدرس ده تحديدا مش الكورس عموما يعني الكورس ليه مثلا كتاب كامل. لكن لو الدرس ده ليه مثلا شيت هومورك معين او كده. بحط الكورس الماتيريال هنا زي اللي عملنا من شوية. تمام? مسلا شيت وان وارح رافع الملف الخاص بي. واقول له سيف. يبقى ده مسلا الشيت لو انا هنا بس انا قلت له في انا عمل ملخص لحاجة معينة. عمل جدول لحاجة معينة. بحط له كل الماتيريالز بتاعت الدرس هنا. تمام? بس. وهنا برضو الميديا. لو انا عايز احط اه بي دي اف احط روابط فيديو تانية خارجية ممكن ان هو يعني يستعين بيها لأي حاجة. يعني ممكن اقول له مسلا انا عاوزك تشوف الدرس ده. اجيب انا ده كده. آآ share. ممكن ده يكون بالنسبة لي مصدر. ميديا احط كده. كده انا عملت ايه? عملت درس. لو نلاحظ هنا في فوق مكتوب ايه? assigned not assigned yet. يعني ايه? يعني الدرس ده الغاية دلوقتي. تمام? مالوش علاقة باي دي ايه كورس. هو احنا عملنا درس. يعني ما رحو كده في درس. بس الدرس ده انا يعني حطته في المكتبة او في بنك الدروس. ولكن لغاية دلوقتي ما فيش كورس فيه. لما رح بقى انا للكورس. تمام? واروح للكورس التاعي ده. اقدر اقول ايه بقى? اقدر اجي تحت هنا واقول له انا عايز احط درس بقى اضيف الدرس ده. اعمل select. هلاقي طلع لي اسم الدرس. طبعا لو فيه دروس كتيرة تقدر تعمل search هنا عشان يطلع. اقول له حطي ده هنا. خلاص? يبقى كده احطي ايه? واعمل كده انا اصبح فيه اول درسة عندي. يبقى انا اخترت الدرس ده. لما رح بقى هلاقي حتى كتب ايه? ان ده موجود في كورس وان. لما اخش على ادت هلاقي مكتوب ان ايه? في كورس وان. حتى اقولك تقدر تروح للكورس ده. لو عاوز تروح للكورس من هنا. خلاص. طيب لو انا دلوقتي عندي كورس تاني. وديكم مسلا الكورس ده. وفي نفس الدرس. انا عايز اضيف نفس الدرس. عادي جدا. باجي ده. واجي اعمل هنا مسلا ايه? شفر. 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 وان. فاليا اولو. بي درس. بايب انه درس. نفس الدرس. عادي رضيف بار. هو تقريبا هنا مش راضي يضيف يبقى هو بيضيف لي بالكورس واحد بس استغريبة دي كان بيضيف المفروضة طيب يبقى هو بيضيف لي كورس واحد يبقى مش هو ده اللي بيضيف يعني ممكن يكون كان بلاجن تاني ولا حاجة بس يعني معرفش ليه مش بيضيف لكورس طيب نعتبر ان هو بيضيف لكورس الدرس اللي يعني بس معرفش ايه لازمتها مدامة مثلا. خلاص يبقى احنا عملنا الدرس هنا او يعمل الدرس بتاعتنا هنا وبعد كده انضيفها. انا بس همدلوعة عاوز اعمل درس تاني ممكن اعمل للدرس ده بالزبط زي ما هو بس اغير اه شوية حاجات كده سريعا. ممكن اجيب الدرس التاني. واعمل شير. ممكن يا بشمونز اعتقد ان ممكن تكون الخاصية دي في النسخة مدفوعة مسلا. هو مفهوش نسخة مدفوعة يعني ممكن يكون في اه ممكن يكون في يعني اضافات ليه لكن ملهوش نسخة مدفوعة. اه لان اصلا مجاني. تمام? عشان كده. انا ممكن انا اكون دخل معي مع تاني يعني. اه تمام. في حاجة اسمها برضو تقريبا هو ممكن حقا كده. تمام? بس اه. اه. اه هنا انا عدلت خليته تمام? واحط هنا بدال الدرس ده. احط درس ده. بس وبعد كده هبدأ هنا برضو ده كم دقيقة ولا كم ايه? نفس الان. ستين دقيقة برضو مش هعرف ايه? الحاجات دي كلها. لو في اي تعديل تمام? واعمل تمام? كده انا اضفت الدرس اه اروح الكورس بقى عشان اضيف الدرس على الكورس. اه. اروح ادت. وهروح شابتر تو. مسلا ده هضيفه فين? في شابتر تو. ممكن هضيفه شابتر وان. ده ممكن تعمل في الشابتر كزا درس عادي. ولكن انا مسلا هاجي في شابتر تو هنا. واضيف درس في شابتر تو. ده. اد. تمام? كده انا اضفت درسين. انا عايز بقى في الاخر اللي هو ايه? طبعا هنا لما نيجي نروح اللي على الاختبارات او كده. هنيجي نعمل اد نيو نيو كويز. ونعمل ايه? مسلا. ايه مسلا. ويكتب هنا اي ديسكريبشن. وبعد ايه كده هتيجي تحت هنا. تمام? الاسئلة المفروض تكون هنا في الاسئلة هنا. وفي هنا اعدادات. الاعدادات هنا بيقول لك. آآ المدة بتاعة الامتحان قد ايه? ولا انت بتسيبه لغاية ما يخلص براحته? زي ما انت عايز. عاوز انت تحط له خمسة واربعين دقيقة. قط له ساعة. زي ما انت عايز. تمام? بس ما اعتقدش لديه علاقة بكده برضو. اعتقد ده برضو الامتحان يعني ساري لغاية امتى زي ما شفنا في البتاعة. اللي هو ايه? آآ ده طول العمر يقدر يخش على الامتحان ده? ولا يقدر يخش في خلال ثلاث شهور مسلا شهرين آآ اسبوع اسبوعين. لان آآ مفيش اكيد ما فيش امتحان هنقعد سبيع يعني. عشان نديله مسلا اسبوع الامتحان. تمام? فاعتقد ده كده. بس هو مش موضح هنا. اه بس هو يعني ده الامتحان هيبقى ايه? انا عمله زيرو. زيرو يعني في اي وقت يقدر يخش على الامتحان بمجرد ما يخلص الدروس بتاعته. هنا بقى الامتحان ده عشان يبقى نجح يبقى من كام? ثمانين في المية. آآ هل انت عاوز الطلبة يقدروا يشوفوا الاجابات بتاعتهم الصح والغلط بمجرد ما الامتحان يخلص? لا مش عاوز يشوف ايه الاجابات الصح والغلط. مش عاوز اعرض الاسئلة باجاباتها عندي مثلا. او لو ممكن ده متاح عندي. لو ده حاجة يعني كده تدريبية خلاص اعمل ان الطالب بعد ما يخلص الامتحان يشوف اجاباته ويشوف ايه اللي صح و ايه اللي غلط والاجابات الصحيحة. تمام? آآ هنا ماركينج آآ اللي هو كل سؤال يجاوب عليه غلط. تمام? آآ ينزل من آآ درجاته يعني. تمام? يعني ده يعني ده نظام نظام حساب معين للدرجات يعني. آآ ماينس فور سكيب فور اتش كويسشن. لما يكون حد بيعمل سكيب يعني بيعمل تخطي لسؤال برضو بينزل من درجاته. تمام? يعني انا النهاردة في الجزئيتين دول بيقول لي ان انا لو حد عمل سكيب يعني تخطي ما جاوبش على طول ده بنازل من الدرجة بتاعته. وهنا بقول لو جاوب غلط مرة مسلا يعني مرة جاوب غلط وبعدين جاوب يعني 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 عمل مرة غلط وبعدين عملها صح. طبعا انا مش عايز اعمل كده انا مش عاوز الموضوع يعني صعب اوي كده. خليه قوي لا خليه يعني خليه من غير ما ما ينزلش منه. مهم من نتيجة النهائية. مثلا يعني. الحاجة التانية هل ممكن ياخد الامتحان اكتر مرة ما ممكن يكون مثلا الامتحان اعجابه مرة ما عجبته اش درجته. جاب مثلا خمسة وتمانين وهو كان يعني عاوز يجيب مية في المية. فهل لي حق ان هو يعيد الامتحان? او مثلا واحد سقطه عاوز ينجح يعني سقط مرة سقط مرتين ممكن يعيد الامتحان كم مرة. ممكن نقول لي مرتين مثلا. او قال لك لو انت عاوز يبقى لي في اي وقت يبقى مينس واحد. تمام? او لو زيرو يبقى مفيش ولا مرة يعني مش هيعيد ابدا. طبعا هو بيكتب لك التعليمات هنا. يعني مفيش يعني مفيش يعني مفيش فهو مرة واحدة. يعني 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 يعيد براحته. تمام? فزي ما انت تشوف. او لو عدد معين بقى. او عاوز كل صفحة يكون فيها كم سؤال يعني او انا عندي عشرة اسئلة هل هحط سؤال في كل صفحة? ولا كلهم في صفحة واحدة? ولا كل سؤالين في صفحة زي ما اعايز. فمسلا هنا ممكن اقول له ايه? اه سؤال في كل صفحة. مسلا بحس ان الامور تبقى يعني سهلا. هل اه ممكن يرجعوا يرجعوا الامتحان بعد ما يخلصوا الكويز? وهل تبين لهم ايه الكوريكت انصر? لا انا مش عايزهم يشوفوا الكوريكت انصر مثلا. تمام? كده انا عملت ايه? اعدادات الاساسية. بس لسه ما حطناش الاسئلة. طب نحط الاسئلة من ين? المفروض في الاسئلة هنا. الاسئلة هنا. المفروض بتختار منين من الاسئلة بقى? احنا كنا بنجيب الكورسز. بنحط الدروس والكويزز جوه الكورس. تمام? طب الكويسشنز بقى هنا مكتبة الاسئلة. نيجي نحط سؤال. اد سؤال. ده كويسشن بان كسر. تمام? يعني مثلا كويسشن. وان. حط السؤال هنا. هاو تو. انيتينج. بتحط السؤال. بعد ان بيتيجي تحت هنا. بتتديده ايه نوع السؤال? هل true or force? ولا multi choice? ولا single choice? ولا. لو true وفولس ماشي. اد true وفولس. مين فيهم الاجابة الصحيحة? true. دي لها كم بوينت? مثلا لها عشرة بوينت. اهلا لو هنت او لو عاوز تدي له هنت يعني حاجة اتقرب الاجابة. لو عاوز تعمله انا شرح للسؤال. اوكي. تعمله حاجة دي. خلاص? واعمل ده كويسشن نومبر وان. بعد كده اجي اعمل ايه? واجي هنا اقول له خلي ده مثلا. بقى ممكن تضيب اجابات زي ما انت عايز كده. تمام? واكتب اللي انا عايزه مثلا. واكتب وهكذا. فانيجي دلوقتي مثلا. اذا خليهم كده وكتب تكتب اجابات وهنا تقول له ايه اجابات صحيحة اللي فيه. وبعد كده هنزل تحت برضو دي كام عليها كام بوينت. وبرضو نفس الكلام. فانا كده ايه? بحدد الاسئلة. هنا. بعدها بحدد الاسئلة بروح للكويز. انا الاسئلة دي دلوقتي هي بنكة اسئلة. بروح للامتحان اللي انا عايزه. وبقول له كريت بقى انا عايز ايه? ده. وده. وقالين دول. يعني بختار الاسئلة. تمام? احط الاسئلة كده. فهو دلوقتي حطي لي ايه? الاسئلة. ضف لي الاسئلة على الكويز ده. واعمل له افديت. طيب الامتحان ده لغاية دلوقتي اصلا انا ما حطيتوش لسه على ايه? الكورس. هروح الكورس بقى زي ما ضفت الدروس هضيفي الامتحان. انا عملت الامتحان وخلصت الادات بتاعته وضفت عليه الاسئلة المطلوبة من بنك الاسئلة. هروح بقى الكورس بتاعي كده. زي ما عملت في الدروس وضفتها على الكورس. هضيف الكويز على الكورس. وليكن. هنا كده. بدل ما اقول له هنا بقى كويز كده. كويز. اقول له سيليكت. واجي من كويز هنا. تمام? كده انا عملت ايه الكورس بتاعك تمام? عطيت الاسئلة بتاعتي كاملة. تمام? وطبعا هنا في آآ البرمالينكة او اللينكة يعني بتاع الكورس لو عز تعدل عليه. فيس يبقى اوضح لاي حاجة اوكي يعني برضو ممكن تعدل عليه من هنا. تمام? نروح بعد كده لي الكورسز بقى. طبعا هلاقيه في الحلقة اللي اهو كورس وان. نزل مع الكورسات. تمام? هنا بقى اشوف الاسئلة اهي. الدروس والاسئلة. هنا يعني بدأ يكتبها بس كلهم مقفولين. عشان انا لسه مش مشترك في الكورس. تمام? مجرد ما اشترك في الكورس بعمل باي ناو. بيروح على التشيك اوت. تمام? مفروض ان انا بعمل بلايس اوردر واشتري الكورس ده. طب التشيك اوت دي فين? التشيك اوت دي زيها زي كده يعني. تمام? طيب. لو انا اجيت على الكورس ده عملته انه هو فور فري يعني مجانا. تمام? عشان نشوف الكورس اه. اوش على الكورس في وبرايسنج. واقول له. طبعا هو لسه الكورس ده او بخمسة وثلاثين الخصم بس من يوم تلاتاشر عشان النهاردة يوم خمسة عشان مش حاطت الخصم بره يعني. تمام? انا هنشيل الخصم وهنشيل ونخليه ايه? اعاوزين يبقى فري. وهخش على البيو بوست انده هو الكورس. هلاقيه كده فري. مادام فري هيقول لي ستارت ناو. طب انا عشان اخش ستارت ناو كده. كده انا بعمل انرول للكورس او يعني بسجل في الكورس. اول ما بسجل في الكورس بيفتح لي كده ايه بقى? الكورس قدامي. طبعا هنا بيبقى لسن وان ولسن تو والفاينل اجزام الحاجات وراء بعضية هنا. وهنا كام ايتم من كام خلصه? طبعا الدرس بتاعي بيقى موجود هنا. ده دي لسن وان ده فيديو تقريبا احنا كنا حطناه في في فيديو اساسي وفي في فيديو نحطناه تحت فهما تحط تحت بعض يعني. في اتنين فيديو كنا حطينهم في الكورس تقريبا فهما واحد تحت واحد فوق. تمام? وبعد كده هنا ده اللي احنا قلنا عليها المواد واعمل للبي دي اف من هنا انا ممكن اعمل لها. ولو في اكتر من مادة بنزلهم من هنا. وعندي هنا ممكن اعمل كومنت على الدرس. بحيث لو ممكن الانستراكتور او كده يرد علي يعني حاجات زي كده. تمام? تفضل. هو العلامة بتاعة وتشون يوتيوب ديت لو احنا عايزين نشيلها ان احنا نشغل بلاير بتاع الموقع نفسه او في بلاير زي اللي هو بيشتغل بحيث ان انت متشوفش ان دوت يوتيوب او كده. او ما ده على تيوتر المس موجود. هنا في هنا بقى. هنا مش موجود مش مفهود في حاجة زي كده. تمام? هو مش موجود في ال الاسف حاجة زي كده. مش مديني يعني. تمام? مش مديني هنا. وهو بيعتمد اكتر على فكرة ان انا يعني حطت الفيديو في اطار كورس فلازم يعني شفت الكورس برة مش هستفيد من فكرة المنصة. لكن لما بشوف جوه هنا فانا كده بتحسيب لي نقطة بتحسيب لي حاجات وكده. تمام? بس لكن هو هنا مش مديني. يعني هنا في الاوبشنز. لو دخلنا على بتعلينه برس. طب هل في حاجة ممكن ان احنا نضيفها على كبلاج ان هي تعمله كبلاير موجود على المنصة دوت بحيث ان هو يلجي بموضوع ده? طي هو ممكن اه نشوف او حاجة زي كده تعمل حاجة زي كده يعني ممكن اشوف لك او حاجة وقول لك عليه. بس هو يعني ما فيش حاجة معينة. آآ في جوة نفسه يا. تمام? لكن ممكن نشوف يعني. طب بتاعي مش مهندس احنا مفتولنا قلنا ان هنا موجود اللي هي الاتش فايف بي اللي هي فيها انتر اكتف وكده ما جربناش نعمل على على الفيديو بازت نفسه ومشاهل المفروض يتعمل من هنا من عندنا من جوة. آآ آآ بالضب بس هو الاتش فايف بي بحتاج كورس يعني هو طويل شوية. تمام? ممكن نبقى نعمله يعني سيشن لوحده اللي هو اه ده اتش فايف بي. تمام? هنعمله سيشن لوحده يعني. طاني حاجة بقى باش منس احنا مسلا عملنا هنا لو انا عملت برضو هيبقى ليه اللي هو مسلا بتاعه هيبقى ليه الاجزام بتاعه هيظهر برضو عندي هنا تحتيه بتاعه وجنبيه الاجزام بتاعه ولا هيبقى بقى منظر شكله عامل ازاي. يعني احنا هنا مسلا عشان واحد فهو فيديو واحد المحطوط اصلا. لا احنا عملنا في الكورس. تمام? يعني هو اصلا كل بيتفتح في صفحة لوحده. اه بالزبط يعني احنا دلوقتي هنعمل البروفايل اللي هو هنخش على الدرس اللي احنا سجلنا فيه. آآ الكورس اهو. انا دلوقتي هنا ده درس واحد ده لغاية دلوقتي. انا في ليسن وان. ليسن تو هيبقى نفس الصفحة بكل مكوناتها. اخش على تحت كده. ليسن تو. هيجيب لي ليسن تو بقى. تمام? بس احنا عشان احنا عاملين يعني في نفس المحتوى. تمام? وهلاقي تحت بقى الحاجة بتاعته. بس احنا ليسن تو ما كناش حاطين فيه مسلا آآ مادة فراح. تمام? طب لو انا البيدي اف مش عايزاه يحصل له دول نود. يعني عايزة منع الدول نود. هل ينفع ولا? يعني مسلا اللي يعمل له يعمل له في حيزة ان هو مسلا يبقى فاتح الموقع وبتفرق عليه. آآ هو هنا مش مدي ده. هو هنا مدي مواد آآ مواد ان انت تتنزلها او يعني اعمل على حاجة معينة. فانت ممكن تعمل الموضوع ده في اي خدمة خارجية. وتحط عليها اللينك بتاعها. لكن هو داخليا مفيش. يعني هو مش عاملها هنا داخلية. طب انا كنت قبل كده شفت كده اسمه يعني بيعمل كتاب الكتروني كده برضو. مزبوط آآ. آآ. طب هنا برضو ممكن اضيفه آآ كاضافة موجودة هنا في آآ في يعني مسلا بعد بدل معمل آآ البي دي اف اشيله. واحط مكانه اللي هو الفليب بوك ده. ممكن بس الفليب بوك هو هينزله كحاجة بتعمل لها داون لود ولا حاجة بتاخد لها لينك. يعني هو المفروض ان هو اصلا بلاجين يعني انا مفروض بقى اللي انا اقوم جايا وغدا يعني. لا هو بلاجين مش هو بلاجين اوكي ممكن ينزل على الورد بريس بس مش هيبقى او مد مجمعه هنا. يعني ممكن ما يكونش ينفع يدمجه مع بعض. هيبقى موجود على الورد بريس بس مش موجود كمواد يعني مش هيتحط تحت هنا. اما يعني اما اللي هو مسلا هيتعمل لي زي مش هو موجود عندي اللي انا نزلته هو عطا عندي في الموقع وامده جاء عامل عليه مسلا حطه علوم دوينا عليه الحاجة اللي بتاعتي طب انه لو انا عايزها مسلا تظهر يعني يظهر في شكل تحت هنا. هل ده ينفع ولا مش هينفع اصلا? ينفع ممكن لو لي لينك ولا حاجة حط له اللينك لكن هو مش بيظهر تحتك اختيار جوة لان ده حاجة وده حاجة. هو مش هيبقى متدون على الموقع ولا انا هدونه على موقع تاني واخد له لينك ولا يشهر. ما لا ممكن اعمله على الموقع عادي بس انا دلوقتي مش معناها انه هو موجود على الموقع انه هو يظهر في اي حاجة زي ما انا عايز. يعني اه يعني اصلا ده سوفتوير وده سوفتوير. لو الاثنين في بينهم وببعض حاجة مشتركة تمام اوكي انا يعني ده بيقول لك نزل ده وانا هدخل ده علي. لكن انا دلوقتي مسلا ما ينفعش اقول في الليرن بريس. لو انا شغلت الليرن بريس. ينفع اقول ان انا عايز كل بتاعت المانجر دي تظهر لي هنا. طب تظهر ازاي الاثنين دول ده موجودين على الموقع بس ده ملوش دعب ده. ده حاجة وده حاجة. ايه اللي هيخلي المعلومة اللي بقاعة البيانات تحت الايفنت تيجي في نفس القصة نزلت ده حاجة لوحديها. بس هو ما فيش بينه وبين اي علاقة. يعني قاعة البيانات مختلفة. تمام? الا ازا جي وقال لي انا هحط لك ده فلازم يحطه لي هو بنفس ويقول لي تقدر ان انت تستورد دلوقتي من الحتة الفلانية. فانا اعمل استيراد للحاجة دي. لكن لو ما عندهش مش هقدر اعمل كده. طب يعني مثلا لو انا عايز اعمله دلوقتي اللي هو الفليب بوك. انا هنصل البلاجن وبعدين نبدأ ان انا احمل عليه بتاعي عشان يعملو له شكل فليب بوك. اه ادخله يعني هو انا هحمله على الموقع ده اللي قدام حضرتك ده صح? هحمله على ايه في الموقع بقى ازا كان الموقع اصلا هو الشكل الخارجي اللي باين لبرا. وهو هحمله في ايه في الداشبورد يعني هعمل بيتجي هصمم بيتجي كده في داشبورد واخدها. ما هو على حسب هو دلوقتي البلاجن اسمه ايه في اسمه فليب. اه هو البلاجن اسمه فليب بوك. اه. اللي هو بيعمل كده. فانت هتعمل الحاجة دي. اللي هو ده ده ولا ده? مين فيهم? هو في كده واحد اصلا ايه. نشوف مثلا ده كده. انا مش عارفة انا شوفته في فيديو بصراحة فمش متأكده يعني. تمام هو ممكن نشوف اي واحد فيهم ده شوية مشهور اكتر. تمام على حسب يعني بقى اصلا انا جبت ده كده عملت له اكتيفيتة. لحسب طريقة الشغل بتاعه لو هو بيشتغل بطريقة معينة بيديني لينك بعد كده. يعني انا دلوقتي نزلته. هاجي هنا اقول له ادنيو. امام? وفي الاد نيو هنا اسميه. وباجي احط هنا اه البي دي اف فايل بتاعي مسلا لو انا عندي اي بي دي اف. مفروض يكون فيه كتاب مسلا او حاجة عندي بي دي اف. ننزل ده دلوقتي كده. تمام? وبتحدد شكل العرض التاع والكلام ده. وبعد نعمل تمام? اه طبعا هنا في بقى بيجزو في شوية حاجات كده. بيديني هنا حاجة اسمها الشورت كود. الحاجة اللي ممكن اعملها ان انا المفروض الشورت كود ده باخده حطه في صفحة. والصفحة دي لما بفتحها بيجيب لي الكتاب اعود ايه? اتصفحه صح? فانا اجرب ان انا احط الشورت كود ده. اجرب. هو طبعا دلوقتي مالوش اي علاقة بلينبس. بس انا يا اما اشوف لينك يا اما اشوف حاجة زي كده. فاجي مسلا. هنا اجرب اه احنا في درس. اخش على. ما اعرفش هينفع معه ولا لا بس احنا نجرب. بس ممكن نعمل حاجة تانية يعني هو في يا اما الاولاني. احنا نحط هنا في الميديا. يعني نحط في الميديا هنا. نقول له انا عايز الكتاب ده. تمام? لان هنا في الرابط كورس ماتيريال. هو باختار لي حاجة من اتنين. يا ابلود يا لينك خارجي. فمش هينفع معنا. لان لو لا هو ابلود ولا لينك خارجي. هو شورت كود. شورت كود هيتفهم هنا. فنجرب هنا. وبعدين اعمل الابديت. تمام? لما اروح للدرس. هشوف يطلع لي زي كده مسلا. هل ده اللي تقصدي? تمام يا شورتانية. اه 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 تمام يعني بس او ممكن انا كنت بحسل برضو ان هو يعني هيبقى باين كمن بره مسلا كشكل كاب. هو بقى يبدأ يفتح يعني مسلا اه مذكرة مسلا احنا بنعمل مذكرة بوقع مبرا لها كفر اه. هو مفروض كده بس انا عشان ما عنديش كتاب. يعني انا لو جبت اه اي بدي اف بوك انا دي صفحة ده شهادة كنت بنزلينها واحنا بنعمل اه. اه في الكورس بتاعنا. تمام? فاعشان كده. كدا هل عندنا كتاب. هيعمل الشكل اللي حضر رجاء تقولي عليه. يعني ده كتاب في منتين وستين صفحة مسلا. يا. تمام. ايه حاجة زي دي تقل الموقع? اه بالنسبة لبي دي اف مش تعيل لحسب يعني هو ده مسلا سبع ميجا فمش مشكلة. اصلا هو البي دي اف مش بتقلي يعني مش حاجة تقيلة. تمام? مثلا ان انا عمله كشكل الكتروني وكده ما ما يقصرش على الموقع وكده? ايه? يعني كأنه يعني وان انا منزلها بشكل الكتروني الشكل دوت ما يديش تقل اكتر للموقع? هو بدي تقل بس مش للتقل الفضيع يعني. الحاجة التانية دي صفحات داخلية. مش بتأثر على الصفحات الخارجية ممكن تأثر على ايه الصفحات اللي بتحمل الحاجة دي. تمام? الحاجة التانية الموقع التعليمية والحماجات دي كلها هي اساسا لازم يكون فيها ميديا يعني. ما فيش مشكلة في الموضوع. اخر سؤال بقى هو الفليب بوك دوت ممكن ادخل فيه اه حاجات فيديوهات وحاجات من دي ولا الفليب بوك اللي هو العادي هو بس. لا الفليب بوك ده بتدخل فيه بس يعني هو زي كتاب. كتاب بس كأنه كتاب قدامي انا بقعد اتصفحه زي الكتاب. زي ما هنشوف كده انا هحط ال البيدي اف ده عشان نشوف شكله. هو بيحول لي بس الكتاب انه هو يبقى شكله كتاب. نعم? لكن الفيديوز والحاجات دي كلها انا بحطها عادي اللينكات بتاعتها زي ما حطينا كده بحط الفيديوهات كلها تحت بعضيها. هي الفكرة بس ان اصلا فليب بوك ده موجود منه من من غير ما يبقى في في بلوجين في الورد فبس بيبقى يعني بيمكنك ان انت بيبقى في حاجات تانية اه. اه. هو هنا يعني بتاعه عبارة عن حاجتين. يا اما يا اما وبيحولهم الكتاب. تمام? وتقدر بقى تعمله تقدر تعمله كزا حاجة وهكزا. تمام? نعمل كده. بس هنروح للدرس اللي احنا عملنا احنا دلوقتي حملنا الكتاب الجديد. تمام? فهنروح اللي فيه كلام ده. تقريبا كان هنا. طيب احنا نحط فين? في الميديا. في الميديا. بعد ما نحط في الميديا هنروح على الدرس هو الفيديو اللي التحت ده هو الدرس. تمام? وده اللي هو الكتاب. تمام? طبعا بيبقى ايه? النظام ده كده. تمام? بس يعني هو طبعا ايه? لو نلاحظ يعني ايه برضو. مش اه. تقلي الدنيا جدا. مش بسرعة اه مش بسرعة العادي طبعا يعني. وده طبيعي طبعا لانه هو الجواسكريفت كتير قوي في ده يعني. تمام? وممكن يكون مسلا ليه كذا اختيار يعني هنا في الفليب بوك. اه. لما بنيجي نعمل الفليب بوك هنا كده. في كزا اختيار. في في الحاجات دي بقى. تمام? طبعا هي لها اكيد معنى. بس انا ما بفهمش في في معاني في احنا نختار مسلا شكله من تاني يعني اختار اوبشن تاني. وبنشوف لكن اوه احصل حاجة يعني تدي لهم البي دي اف وهم يعيشوا مع حياتهم ومع بعض. مثلا ده كده. ده الشكل التاني بقى. وممكن يكون البلاجن نفسه يعني تقيل ممكن يجرب بلاجن تاني تلاقي اخاف. يعني برضو انت تتجرب كل اللي هي علاقة بالمهمة دي. هتلاقي في بلاجن فيهم افضل في حاجاتي انا. تمام? مش مانلس هو صفحة الليسون فيها تعديل في المنتر ولا لا? انت بس مجرد ان انت بتحط الداة بتاعتك وهو بيعرض على طول هنا. بتحط الداة اه. بتحط الداة. مثلا لو فيها تعديل في المنتر ممكن انا احط الشورت كود في المكان اللي انا عايزه بدلا ما هو حاطتهالي مثلا في مكان ثابت زي ما هو عطيتها فوق انا كنت عايز احط حاجة في مكان تاني. انت تقصد ان انت عايز تتحكم في شكل الصفحة يعني بتاعت هنا يعني. شورت كود لما قدت حطيته وحطه فوق الفيديو. انا عايزه مثلا تحت. انا فاهم اه اه تمام. اه ممكن تيجي بالشورت كود ده كده. تمام? وهتيجي هنا. وتحط تحت الفيديو هنا. اه. تمام? يعني انت العناصر هتحطها في كلها في في الاديتور هنا تحت بعض. تمام? وبالتالي لما ليجي ندخل كده. هيعرضهم بالطريقة. اه. هيعرضهم بالطريقة اللي انا عايزة. انا بس تحت ده عشان هو يعني بنجرب اوشن الميديا يعني. لكن هنا انت ممكن تحط اصلا نص يعني ممكن تكتب نص. وكلام. توصف حاجة. اه. وصور. وفيديو. انت بتعمل صفحة كاملة. بس صفحة الدرس يعني. يعني كأنها صفحة فيها كل حاجة. فيها نص. فيها العناصر. فيها كلام. فيها صور. وبعدين فيها فيديوهات. تمام? وهكذا يعني. سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام وحبا كده تتفضل. محمد فضل. الحمد لله حبيبي يا اهلا وسهل. الله بأكيد. حبيبي لا انا لو انا مسلا طالب وحابب ادخل بقى مسلا عايز اسجل دخول كطالب او يعني تسجيل دخول او رجستريشن. ايو ايو عندهم. عندهم فورما هما ولا حيدديني الفورما بتاع الورد. هو المفروض ان انا دلوقتي دي كانت الجزئية التانية ان انا دلوقتي هطلع من اكاونت الادمن. تمام? والمفروض ان انا دلوقتي على الموقع كزائر يعني. انا دخلت على الموقع هنا كزائر. تمام? انا في قدامي فوق حاجة اسمها رجستر. تمام? بيديني حاجة زي كده. وبيقول لي ادخل باسمك يعني. تمام? فانا ممكن اكتب اسمي. والايميل بتاعي. اي حاجة. مفروض ان انا طالب دلوقتي وبسجل في الكورس مساء في الموقع. تمام? دخل هو كده ايه? انا دخلت على الموقع وبقى ليها بروفايل اهو. اخش على البروفايل هلاقي اسمي وبياناتي لو في كورسات انا مسجل فيها انا ما عنديش لسه كورسات ولا حاجة. تمام? بس انا خلاص دخلت هنا ايه كطالب. اخش بقى على الكورسات بقى اتصفح الكورسات مثلا. اه وليكن انا دلوقتي كنت اعمل كورس اللي هو البيزنس ده. اه كورس اصدي ده كورس وان. هخش الكورس ده اعمل ستارت. هيروح ايه? التحق بالكورس ده. وابدأ ان انا ايه? طبعا اخد الكورس زي ما عملنا من شوية كل حاجة وكده. واخد الكورس كامل وكل حاجة وامتحن الامتحان الاجزام. الاجزام اهو. طبعا احنا كنا كتبين انه بيعتمد على الحضور مع رشوة لايه. بتكتب الاجابات بتاعتك. تمام? فانا نجحت كده. تمام? فكده خلص يعني بعتمد على ان انت انجحت. بست. واخدت وقت ايه? والنوقت بتاعتك ايه? وكم سؤال الصح ايه? والغلط ايه? والحاجات دي كلها كده انا ايه? فالامتحان كده انا الكورس كده خلصت وانجحتي فيه. اه لما اروح البروفايل بتاعي. هلاقي بقى ايه? احسائيات بالكورسات اللي انا اخدتها او كده. ده بالنسبة لو انا بسلا فيه كورس مجاني. طيب. اه ده هنا الفينشد. اوه ممكن ما يكونش فينش ده عشان لازم احضر الدروس. انا عامل ان انا لازم احضر الدروس. لو انا عامل الامتحان بس يبقى خلاص كان هيبقى ايه? ده انتهى. لكن لازم احضر الدروس. انا دلوقتي لو رحت هنا وجيت اشتريت كورس بقى زي كده. مثل ده مدفوع. دخلت على الكورس ده وقعت له باي ناو. اخش الاقي. الحاجة دي وقال له طبعا انا مش محدد اصلا طريق الدفع. فمش مش شغالة. يبقى كده احنا ما فيو نروح اللوحة بتاعتنا اللي هي خاصة بالأدمن. عشان انا اصلا لازم احدد طرق الدفع يعني. ودي. ما دم انا هدي كورسات مدفوعة. طبعا احنا دلوقتي اشتغلنا على الحاجات دي. ممكن نعدلها من هنا. هنا في احصائيات. احصائيات بقى اليوزرز والكورسز والاردرز اللي اتعاملت والكلام ده كله. تمام? هنا في يعني شوية اضافات خاصة في منها وفي منها مدفوع. اه الفري منها. اه في شوية حاجات كويسة يعني. اه باجي هنا عند الفري مسلا واقول له اولا في حاجة زي منتدى كده. وفي كامنج سون حاجة اسمها كامنج سون. في الريفيو ده اللي احنا عاملينه اصلا ما اكتبينه. الكورس ويش لست. يعني فيه هو بدي ني حاجة ستودينت لست ادن اكسبورت وامبورت. حاجة اسمها الشروط الالتحق بالكورس يعني لازم تاخد كورسات معينة عشان تقدر تلتحق بالكورس. فيخش هو الكورس ده اقول له لازم تاخد ده وهكذا يعني. ففيه حاجات زي كده. اه دي اضافات. لما بتضفها بتتضف الابشنز عادي عندك يعني. بس فيه هنا بقى وده اللي فيه الحاجات بتاعتنا. احنا اخدنا هنا. دي الصفحات عادي احنا عملناهم لما جدنا نعمل الصفحات بتاعت كل حاجة. دي عملناها ما فيش مشكلة فيها ما فيش اي حاجة. هنا بس بنحدد العملة. لو انا بالدولار خلاص. لو انا مسلا دلوقتي بشتغل جوة مصر بس. يبقى ممكن اعمل بالجنين المصري. يجيب تمام? وبيقول لي تحط رمز العملة فين على الشمال واللي علمين ولا فين? تمام? وهكذا. اه لو انا مسلا هخلي بالجنين المصري اوكي واعمل هنا الكورسز اعدادات الكورسز بقى. بقول لي لو لو مدرب ضف كورس لازم الاول اعمل له ابروفل انا يعني ايه? بقى كأنه لسه تحت الايه? تحت المراجعة. ولا على طول ينزل. او بمجرد ما لو انت بقى في مدربين معين انت عطيت مواسق فيهم وكده خلاص نزل على طول. لكن لو مدربين لأ ما تعرفهمش يبقى خليها دايما لازم اراجع الكورس. تمام? اه هل الطالب بمجرد ما يشتري الكورس يقدر يبدأ على طوله لازم ياخد ابروفل مني برضو. تمام? اه يعني ايه شوية حاجات كده يعني عادية. ما فيهش يعني حاجات اه رهيبة. احنا نشوف ال اه هنا مسلا طريقة التصفح كم صفحة? يعني زي ما كنا نعمل في اه في زرار كده يعرض لي كل شوية اتناشر ولا اتناشر ولا اتناشر ولا اخلي نظام وهكزا. الملفات المسبوح بيها. مثلا بيدي اف اه دوك اه صور معينة. فيديوهات. لو انا عايز يعني اضيف اي اه حاجة بحط هنا ايه الحاجات المسموح بيها وحاجات مش مسبوح بيها. واقصى عدد الملفات. اه اليوزر يقدر يرفحها. والماكسيمم كم ميجا عشان ما حاجش يحط ملفات كبيرة يعني. وهكزا وهكزا دي حاجات كلها عادية جدا. في بروفايل هنا. الصورة بتاعت البروفايل بتاع الشخص اللي هو المسجل يعني. الصورة بتاعته كام في كام. هل ايه 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 البيانات بتاعته اللي موجودة. الحاجات يعني عامة جدا ما بنغيرش فيها كتير لان هي موجودة اصلا. بعد كده فيه بقى. اللي احنا قلنا ايه طرق الدفع المتاحة. طبعا طرق الدفع المتاحة. اه هنا بيقول لي هل لازم يكون مسجل عشان يدفع ولا ممكن واحد مش مسجل يدفع. تمام? فلازم يكون مسجل يعني يسجل في الموقع وبعد كده يشتري ويدفع. يعني ما يقدرش حد يشتري الا ما يكون مسجل. هنا تحت انا بختار يعني هو مديني اصلا حاجتين. يعني اما بي بالي اما افلاين بيمينت. افلاين بيمينت ده اللي هو ايه? يعني بيتفع لي كاش كده في ايه دي يعني. رح محدد على دي. واعمل سيف. هما دول موجودين هنا. لو انا عايز طريقة اضافية عن كده يعني هضيف بقى انا يعني منصة دفع جديدة ولا حاجة. ده بيحتاج مني هدمك ده مع الوكوميرس مع الوكوميرس واضيف الطريقة الدفع. طبعا الافلاين بيمينت هنا. بعد ما انا اخترته بيقول لي ايه? اكتب لو عاوز تكتب تعليمات يعني اسمها ايه الاداة دي? مسلا ايه? دفع. انت ممكن تكون ايه واحد عمل لو انت هما طلاب مسلا عندك وكده وعمل طلب للكورس. مجرد ما اعمل كده خلاص اجي اطلع كده واروح على الطالب اللي انا تمام? تمام? هاروح بقى لأي كورس اشتريه. لو نلاحظ العملة تغيرت بقت اي جي بي اللي وجنه مصري بدال الدولار. بعد ما اروح على الكورس اعمل باي هنلاحظ ان هنا راحت العلامة الحمرة اللي كانت مكتوبة ان ما فيش طريق دفع. وهنا شايف بايمينت اتصل برقم كده. تمام? واعمل دفع. جاب لي ايه بقى كده? order number status processing item اس ايه الكورس يعني? والdate والتوتال كام? وطريقة الدفع ايه? الدفع في مقر الاكاديمية. داني طريقة الدفع. طيب هو دلوقتي يقدر يخش على الكورس? لا لسه الكورس ما جايش. لان لم يتم الموافقة عليه. لانه ما دفع ليش لسه حاجة ولا بتاع. فالمفروض ان انا ايه? يعني عشان يوافق على الكورس يعني هو الغاية دلوقتي. ده الكورس الاولاني. اللي هو احنا اصلا لو. الكورس ما ظهرش عنه. طيب. ايظهر عنده ازاي? ما المفروض بعد ما يعمل بعد ما يعمل هو الطلب ده. انا كادمن. اخدش بقى كادمن. يجي للطلب بتاعه. هيجي لي فين? هنروح على هنا هلاقي حاجة اسمها اردرز. هلاقي حاجة اسمها اردرز. هدوس عليه. هلاقي الاردر اهو. الاردرز اللي يعني دي خلاص الدفعته تمام. ودول اللي هم كانوا زيرو. اللي احنا من شوية عملناهم. بس ده عشان زيرو على طول خلص من غير موافق عليها لانه هو اصلا كان مجاني. لكن اللي مش مجاني هو لسه ما دفعش. طيب اتصل بي او جالي او حول لي الفلوس او كده. خلاص. بعد ما اعمل كده. باجي اعمل ادت. في الستاتيوس هنا كده. هو لغاية دلوقتي ما فيش حاجة. اقول له كومبيليتد. يعني ده دفع خلاص. ابديت. بمجرد ما اعمل كومبيليتد ابديت. الكورس هيبقى عنده. هقول له خش على حسابك هتلاقي الكورس دلوقتي. تمام? اجي اعمل بقى كده لوج اوت. بخش انا كطالب. هروح على البروفايل بتاعي. هلاقي الكورس نزل اوه. تمام? وبقى عندي الكورس اللي اولن ده اللي هو كان فري وده الكورس التاني نزل اقدر ان انا بقى ايه? هتصفح الكورس بتاعي واتفع الكورس. طبعا هو الكورس عشان ما فيش دروس. لان فكده هو عمل عملية اللي ايه? الشراء. انا وفقت له. دخل لقى الكورس بتاعه موجود. ده بالنسبة لايه? لطريقة التعامل للطالب او العميل مع المنصة. سواء فيه المجاني او فيه المدفوع. تمام? آآ آخر جزئيتين هنا برضو في اللي هما ما شفناهمش هنشوفنا تمام? ايميلز. الايميلز هنا انت تقدر تحط كل نمازج الايميلات اللي بتتعامل في الموقع. يعني هو الموقع كده كده بيبعت ايميلات تأكيد يعني مثلا تم تسجيلك بنجاح. تم مش عارف ايه بنجاح. تم تسجيل في الكورس بنجاح. في كل حاجة ليها ايميل. فانت ممكن تخصص الايميل ده. اخصصه ازاي? باجي هنا مثلا جنرال. اللي حتى احنا فيه ده. وانزل تحت الاقي الايميلات. نيو اردر. حاجة خاصة بالأدمن. لما حد يعمل نيو اردر. الرسالة اللي بتروح للأدمن. الرسالة اللي بتروح بالأدمن. بتبقى مكتوبة بالشكل ده. اللي هو ايه? العنوان الأدمن اهو. والسوبجيكت اللي بتكتف في الايميل من فوق. تمام? وهنا الرسالة اللي بتتكتف. يعني هنا مكتوب نيو اردر فلان. طيب ايه الحاجات دي? الحاجات دي اكواد اللي القيمة المتغيرة. يعني ايه? ما هو حاطط لي تحت هنا. يعني سايت يو ار ايه اللي ده اللي هو اه عنوان الصفح. اه عنوان موقع. انا هنا مديني بقول لي اللي هو الشخص يعني. طبعا الشخص ده متغير. على حسب. احمد يبقى يكتب لي باي احمد. اه محمد اكتب لي باي محمد علي. هيكتب لي باي علي. وهكذا. فانا بعمل الى اللي بيوصلني طيب. نفس الرسالة بقى لما حد يعمل نئو اردر اللي بتروح لمدرب الكورس. اهي. طيب. واليوزر اللي هو اشترى. طب لو واحد يعني لو انا مدي الفرصة ان واحد ما يكونش مسجل ايه ياخد الكورس هتوصلوا الرسالة ده. تمام؟ واحد. طيب. يعني الطلب لسه تحت المراجعة. يعني حد عمل شراء ولسه تحت المراجعة. برضو ده اللي هيوصل كاليوزر والجسد. طيب لما يكتمل خلاص يتوافق عليه. الادمن بيوصل له رسالة بتقول له كزا. واليوزر اللي هو اصلا كان شاري واحنا ما فقنا له هيبقى مكتوب له كواهة كزا. الحاجات دي انا بس عشان اخصص الايميلات. ممكن اكتبه بالعربي لو انا مثلا عاوز اتباع اتباع بالعربي. بس فدي يعني بعض اوكده هنا الكورس البرمالينكس اللينكات. يعني انا عاوز الشكل اللينك عامل ازاي? يعني هنا مثلا اسم الموقع وبعدين كورس وبعدين اسم الكورس. هنا اسم الموقع وبعدين كورسز. وبعدين اسم الكورس. يعني هنا كورس وهنا كورسز. هنا بقى بيكتب لي كورسز وبعدين بيكتب لي التصنيف وبعدين يكتب لي اسم الكورس. انت عايز انهي شكل من الاشكال دي تعمل عليها زي ما تحب. اه لو عندك تصنيفات كتير يفضل تعملها بالكاتيجوري. ده كويس لي اه يعني محركات البحث لما بتدخل بتعرف تلاقي شكل منظم وتعرف ان دي كورسات كذا ودي كذا ودي كذا بتعرف التقرشب بشكل منظم يعني وكويس. تمام? طيب انت عايز اه اللينك بقى بتاع الليسن الدرس اسمه ايه? احنا كدبني انها عاوز تغيرها اكتبها. عاوز تسميها دروس مثلا اي حاجة. الامتحانات كويزيز. يعني. بقى اللينك عامل كده. بيبقى اسم الكورس. وبعدين امتحان بتاع الكورس وهكذا الكاتيجوري مكتوبة كورس كاتيجوري. عاوزت اغير لها. اوكي. وهكذا. دي اللي هي اللينكات بتاعة الحاجات. مش بنغير فيها كتير. ممكن لو غيرنا حاجة بنعدل بس الكورس هنا. بنخليه مسلا لو عندنا كاتيجوريز كتيرة عاوزين يعني منظمين بنعملها كده. او في العادي بنعملها كورس بيس اللي هي الاساسي. يعني حاجة من الاثنين دول. بس ده بالنسبة يعني. هنا الالوان بتاعة الالوان اسية بتاعة اللوحة التحكم. ممكن ان تكون اللوحة التحكم بتاعة الطالب او العميل بروفايل يعني. بيبقى في اللونين كده. انت بتختار اللونين دول. على حسب طبعا انت مسلا انا عندي مسلا. الالوان بتاعتي كده. فخلاص تمام. بعمل كده. واعمل بحيس ان انا لما اروح للوحة التحكم. الكورس. فين الكورس. هي بتظهر في الكورس اكتر تقريبا. يعني هي بتظهر في مكان ما يعني بس هي مش واضحة بالزلط بتظهر فين هنا. لان طبعا برضو ده لي اه اه احنا عاملين كده كده الالوان بتاعة نفسه يعني. ممكن ما تكونش واضحة. التأثير ده حصل في انه ما كان بالزبط. وهو مش حاجة ذات اهمية قوي لان احنا كده كده عاملين الالوان بتاعتنا من زي ما خد ده مرة اللي فاتت. في هنا. بنعمل تعديل التصميم والالوان الكلام ده كله. ومن بنعدل الصفحات والكلام ده كله. تمام? جنرال. تمام? وعندنا بعد كده بنقدر نحنا نتحكم في الالوان كلها هي موجودة وكل حاجة نقدر نتحكم فيه الوان الموقع والكلام ده كل. طبعا محاضرة انبارح لما تنزل لو حد ما حضرهاش يعني هيقدر يشوف الجزء ده. تمام? طبعا ده بالنسبة للكورسات. وبالنسبة لي دي يعني حاجة بسيطة جدا. هنا ممكن تضيف اي اللي هم بيظهروا في الصفحة الرئاسية في المكان. ده عبارة عن اي فعاليات اي اجتماع جاي اي مؤتمر اي حاجة بيظهر هنا. فده حاجة يعني عادية كياني بعمل اي بوستنج يعني عادي يعني. تمام? ده باختصار يعني كان ايه? يعني لمحة عامة عن وهو واحد من مجموعة كبيرة من المتخصصة في المس. او في آآ مانجمنت سيستم. وكل واحد فيهم يعني بيبقى واخد بلاجن معين واخده وبنى عليه هو قالب مناسب يعني. فهم اخدوا الليرن بريس الليرن بريس اللي هو القالب ده. ده. وعملوا عليه يكون مناسب انه هو يديهم كتير. تمام? آآ آآ عمل ديمو اشكال. عمل لك شوية المنتو الخاصة بالدروس والكلام ده والآآ يعني ايه هو عمل كده شوية حاجة. آآ هل ممكن نستخدم ده الواحده? آآ هنقدر نستخدم الواحده. يعني احنا النهاردة لو روحنا نفترض ان انا رحت عند آآ واروح لثيمز. وجيت كده في لحظة رحت اعملت انستول لأسترا. طبعا الشكل العام والحاجات الاساسية يعني هتلاقي فيه حاجات راحت ولكن هتفضل الكورسز موجودة وكل حاجة موجودة ولكن طريقة العرض والمميزات اللي كان مدهالي هتروح. تمام? لكن هتظل الكورسات موجودة والحاجات موجودة والمستخدمين موجودين والطلبة موجودة وكل حاجة. يعني ادي الموقع بقى يعني ايه شكله تغير شوية طبعا لانه خلاص خد شكل آآ مختلف طبعا عشان لسه يعني موجودة. فالبلاجنز مشغلة شوية حاجات بتاعة يعني. تمام? يعني نلاقي الكورسز وكل حاجة موجودة. طبعا بس هنا بقى الميجا. لو نلاحظ الميجا اللي هي القايمة الميجا مينيو اختفت لان دي طبعا القلب التاني. هنلاقي في حاجات كده بدأت ايه تختفي وكده. دي بتحتاج مننا ان احنا نبدأ نعدل على القلب بتاعنا. لكن الكورسز والحاجات دي كلها هلاقيها موجودة. طبعا لقيها موجودة فين? تعالوا ندوس على كورسز كده. كورسز عادي موجودة. بس ممكن طريقة العرض مختلفة. يعني دي طريقة العرض بتاعة آآ آآ استرا. تمام? هنلاقي الكورسز موجودة عادي جدا. حتى الاعلان فيه اعلان هنا موجود. هلاقي كل حاجة موجودة. ما فيش اي حاجة راحت يعني. نمام? اجي مجرد ان انا ارجع تاني ليه? انا بس بنشوف ان بيشتغل عادي لوحده من غير حاجة ممكن اعمله مع استرا. ولكن هي فكرة ان ده بيديني شوية يعني بيوسع آآ الامكانيات اللي انا بشتغل عليها آآ اديو ما يعني. تمام طبعا بيبدأ الامور تختلف. ودي القوائم بتاعتنا اللي احنا عملناها. موجودة معنا. آآ اتمنى يكون الامور يعني فيه المام عام. طبعا حضراتكم كناس اشتغلت على او اشتغلوا على او اشتغلوا على اي حاجة. مش هيبقى فيه صعوبة اصلا. يعني الاساسيات اللي احنا اتكلمنا عليها دي مش هيبقى فيه صعوبة ان انتم بقى يعني تتعاملوا مع الامور. آآ انا عاودكم تجربوا طبعا وكده. لو في حاجة واقفة قدامكم واردوا تقولولي. ونشوفها مع بعض. آآ ما فيش مشكلة ان احنا نبقى ممكن نعمل محاضرة مثلا نشوف مشاكل وجهتنا في اديو ما او كده. بس انا ما اعتقدش ان الموضوع هو صعب للدرجة. يعني وارقصة كلها زي ما قلنا. هما جزئيتين. الجزئية الاولى تصميم. الجزئية تانية اعداد المنص. التصميم شوية. هنحدد الصفحات. نعمل المينيو بتاعتنا. ونظبط شوية اشكال كويسة. وممكن نختار دمه من الموجودين في اديو ما هنا. ونبني عليه. زي اللي احنا حطينه ده. ده اول جزء. وده اللي عملنا نباره. الجزء التاني نجيب ونبدأ نعمله العادات بتاعته ونضيف الاسئلة ونضيف الكورسات ونضيف الحاجات دي كلها. بس الموضوع بسيط جدا. فهي الجزئيتين دول. مدام اتمكننا من الجزئيتين دول خلاص. الموقع كده اكتمل. طب كان عني سؤال بس يا باشو مهند. انفضل يا فن. احنا دايما لما كنا يعني نخش على اي كورس بيبقى سايب لنا اول فيديو كده فري بشيس ان احنا لمحة عامة عن الكورس وبعد كده بقيت الفيديوهات ده بنلاقي معمول عليها لك. وانت اشتريد الكورس بتتفتح لك. اه احنا حاجة زي دي مكن نعملها هنا. اه احنا كنا كده كده قلنا ان هي موجودة لما عملنا الدرس الاولاني ده لو نبتكر. تمام? بنيجي على الدرس ده. الدرس اللي احنا عايزينه يبقى يعني هو اللي مش لك يعني. تمام? بنيجي على الدرس نفسه ونقول له وعمله بري فيو. تمام? يعني لو الدرس ده هو الدرس اللي هو. يعني انا مجبسا جبت درس تلات اربعة دقيقة كده. اول درس او تاني دقيا كان يعني. او ممكن اكتر من درس. يعني ممكن كزا درس في بتاعه يتعمل له يبقوا مفتوحين يعني. تمام? تمام. اعمل له بري فيو كده وخلص وابديت. بحس ان هو ممكن يشوفه من غير ما يسجل كنوع من انواع الايه? ان هو يعني ياخد عينة للشغل او عينة للكورس او كده. طب تاني حاجة بقى احنا هنا طريقة الدفع الوحيدة هي بيبل بس يعني مثلا لو عايز دخل بودافون كيش حاجات دي. اه لا دي لازم طبعا حاجتين لازم اول حاجة هتعاقد مع منصة دفع اه موضوع الدفع ده دايما اه في اه يعني فيه. طب ايه الكمفلكت? اشوف انا النهاردة اه عشان ادفع باي طريق الدفع لازم اتعاقد مع بواب الدفع. بواب الدفع حاجة اسمها بيمنت لازم دي بتعملي بتاعد دفع. طيب دي يعني زي ايه? ما ممكن تكون بنك وممكن تكون شرك. طيب في مصر عندنا مثلا في بي موب. دي شرك. بروح للشركة دي. الشركة دي متخصصة ان هي تبديني او ممكن اروح لفوري. او ممكن اروح لبنك الاهلي. ممكن اروح لبنك العرب الافريقي. ممكن اروح لبنك مصر اي جهة بتقدم لي خدمة الدفع ده. بس بيطلب مني حاجات يعني ممكن يطلب مني سجيل لتجاري. وبطاقة ضربية. ممكن يعني هيطلب مني حاجة يعني. تمام? بعد ما يطلب مني الكلام ده. تمام? يشوف الموقع يقول انت اشغال على ايه? هقول انا اشغال على بيروح مديني بتاعه. هو عنده بتاعه. عامله. بنزله عندي. وبحط فيه ارقام وكيز ومفاتيح ويعني زي كده ايه? اعدادات. بحط الكلام ده. بيروح مربوط على طول عندي. يظهر لي فيه القيمة بتاع الطرق الدفع. اروح مختارة ان طرقة الدفع هو ده. بس ممكن يظهر لي طرق دفع كتيرة. هو طبعا بيموب ده بيديك ايه? بيديك اه بالاضافة للفيزا والكلام ده كله. بيديك بودافون كاش وبيديك حاجات كتيرة جدا. وانستا بيه وكده. فدي ميزة اه بيموب. فبتلاقي لما بس يعني بروح اتعاقد مع بيموب دي. طبعا اكيد فيه زي ايه شركات تانية فيه كاشير وفيه في حاجات تانية يعني كده وفيه حاجات بره مصر طبعا. لما بتعاقد معها بيديني البلاجين بتاعه. ومجرد ما انا اسطبه واخدوا الارقام اللي هو الدهاني. اللي هو الارقام اللي الدهاني وحطوها على بلاجين ده. بيظهر لي كل طرق الدفع المتاحة لبي موب ده ده دهالي. بيظهر لي في القيمة بتاع الطرق الدفع مع الحاجات التانية اللي هي عندي اصلي. بتظهر لي تحت بعض كده. يقول لي اختار الطرق اللي انت عايزها. ممكن انا مسلا اقول له انا عايز فيزا. وعايز بودافون كاش واتصالات آآ كاش ومش عارف ايه اختارهم. ومجرد ما اختارهم واعمل الاعداد بتاعتهم بتلاقي آآ لما حد بيجي يعمل طلب. بيظهر له طرق الدفع دي. هو يختار الطريقة المناسبة ويدي له التعليمات ويدفع بيها. فالموضوع بسيط يعني ايه كده بس هو ما ينفعش اعمله الا من خلال. طب هو ليه دايما بيظهر بس بيبال والوفلاين لان هما دول اللي هما سهلين او متاحين او الدفع عند الاستلام عشان ده عادي ده مش محتاج اشترك في حاجة. بيبال عشان بيبال آآ ناس كتيرة حاجة مشهورة جدا وناس كتير عندها بيبال بزنس بمجرد ما بيشترك فيها بيقدر يعني يربط ببيبال. في ناس عندها مثلا ممكن بسترايب. آآ حاجات زي كده. فهم دول عشان سهلين بيبقوا موجودين بشكل تلقائي. ولكن آآ ممكن بقى كل واحد وكل بلد وكل منطقة بيبقى ليها طرق معينة بيتتعاقد مع الشركة اللي انت شايفها عندك مناسبة وبتحط آآ بتسطى بالطريقة بتاعتهم عندك. لكن ان انا ألاقي طريقة الدفع من نفسي كده اخش اعمل فيزا او كده لده مفيش كده لان الموضوع ده حتى صعب جدا يعني الامور دي اصلا آآ البوابات الدفع بتبقى يعني شوية رخمة في ان هما يقبلوا القصة دي عشان بعض الاعتبارات والقوانين بتاعت الدول وقوانين البنوك المركزية وغسيل الاموال وحكايات كده ملاش اي سهل بقى في رخامة انه بيطلب ورق وبيطلب حاجات عشان يثبت الكلام ده كله. فانا لازم اتعاقد مع بواب الدفع وبناءا عليه هيديني البلاجين ده هيفتح لي كزا طريقة تانية موجودة وانا اختار منهم بقى عندي. والفلوس بتاعتي بتحط فين? واللي بيدفع بتروح لي بيموب اللي هو بيحطهم لي في البنك عندي في حسابي على طول بعد كده. يعني الفلوس اللي بيتعمل لدفع ده بتروح عند قريق بيموب وبيموب ووديها لحسابي. بس ده ده ببساطة يعني موضوع الدفع. برضو بالاضافة لكلام حديدك هندسة في حاجات برضو بتشتغل من غير سجل التجاري بس بيبقى محتاجة اثباتات شوية مسلا يبقى انت مجاهز حاقتك مسلا عندك صفحة الفيس موجودة اليوتيوب بتاعك موجود. ممكن اه. كل السوشيال ميديا موجودة وعليها ناس. اه وبياخد بقى البطاقة بتاعتك الصور بتاعتك. اه. بيعارف مصدر الاموان بس يعني. بالزبط. بالزبط دي يعرف كل الكلام ده بيتأكد منه بيتعاقد معاك وبيبعتلك البلاجين فعلا. وبيبقى ليه نسبة اثنين في المية تلاتة في المية تلاتة ومس في المية على حسب. اه هو طبعا ده اساسي. طبعا هو بيكون فيه نسبة. فيه ناس بزيشتغل بنظام اشتراك ثابت سنوي بيدفعه على الخدمة وما بياخدش مني اي نسب. وفيه ناس انا بياخدش منك اي فلوس على الخدمة ولكن كل عملية الدفع باخد منها نسبة. طبعا فيه ناس كده وفيه ناس كده. اه. بالزبط وفيه ناس من غير سجيل التجارية او كده بس بيطل بيقول انت مصدر اوه استهال فكرة عنده انت بتجيب فلوس منين يعني انت الناس هتفعلك ليه? فطبعا لو حد مسلا في الوانسر حد بيشتغلوا عن نت وديه مسلا. اريه بس لصيف انت عندك ازبيتات لك كمين فاش تقول له من نفسك كده انا وفين الموقع بتاعك وفين الموقع بتاعك. ايه بالزبط بالزبط كده. اه هو الفكرة كلها. انت مصدر بيتعقد معيك عايزة. بالزبط ده هي فهو بقى يعني اما حاجة زي كده اما انا طبعا انا لو شركة او مدرسة او مركز تدريب او كده هيبقى عندي السجل التجاري بتاعي او كده خلاص. اه في بعض الناس بيسجق يعني بتعقدوا مع اه بوابات دفع اجنبية زي اه توتشيك اوت وحاجات زي كده. حاجات اجنبية يعني. والحاجات دي. بيعملوا سجلات اجنبية. يعني ممكن يسجل شركة في انجلترا. يسجل شركة في اربعة واشترين ساعة. ما بتكلفوش حاجة. ويطلع له بيها رقم سجل ويعمل بيها هو بقى يسجل بيها مع اي جتوى. يعني فيها طرق كتيرة جدا. اصبحت متاحة في انه بدل ما يعد هو يخش هنا في قصصه وسجلاته ويسجل وكده بيسجل شركة على طول وهو اعاد في مكانه برا وبناء عليها بيودي ده للشركة اللي عاصل عقد معها. وبيفتحوا له بقى حساب بقى بالدفع وحاجات زي كده. هي مش دي شغالة هنا في مصر اصلا? مش مش اجنبية والحاجة? الايه? دي مش موجودة هنا في مصر? لا لا استرايب من مصر اصلا ما بتقبلش مصر استرايب دي امريكية. تمام? يعني. طب ما انا لو انا اشتركت فيها هعمل هنا ازاي بيها. ما هو استرايب دي بقى بتعمل ايه? استرايب انا عشان اشترك فيها ما ينفعش اشترك وانا من مصر هنا. فالناس بتسجل شركة اجنبية في اتحاد الاوروبي او في انجلترا او في امريكا. وبالسجل الاجنابي ده يقدر يفتح حساب في استرايب. انا هسجل هناك ازاي? ما هو به حد بيقدم الخدمة يعني هو في شركات بتقدم الخدمة بيخلصتك الورق ده. تمام? مصر يعني? اه في مصر او ببرا مصر اه اونلاين مسلا في ايه حتة. تمام? اه اه دي دي يعني يعني هو مش اه بيبقى ممكن مواقع بتقدم الخدمة دي. في ناس في مصر بيقدموا الخدمة دي. يعني مصريين او شركات مصرية وممكن شركات عربية شركات اجنبية بيعملوا الشركة. مجرد ما بعملوا الشركة بيروحوا مقدميني على الحساب استرايب. يقدمونا الحساب استرايب اتقابل. خلاص. بس اه بيعمل لي بقى اكاونت استرايب ويبدأ يقباله الدافع والكلام ده كله. والفلوس بتحطي الحساب على استرايب. وبعدين في بقى كزا طريقة بقى نشوف الطرق للسحب. من طبعا مش تسحبك على مصر برضو يعني. المفروض يكون عندك حساب مثلا او طريقة معانا للسحب. انا معرفش استرايب بيعمل ايه? يعني مثلا ممكن يقول لك اسحب على بيونير. لو انت عندك حساب بيونير بيونير بيديك حساب بانك امريكي. ما غير حاجة كده. فتسحب الفلوس دي على دي. يعني ايه فيه كده قصص يعني. بس لو انت شغال في مصر يعني. هيفضل ان انت تشتغل بمنصة بطريقة دفع جوة مصر. لعدة اسباب. اولا انت ما تشتغل المنصة برا مصر. لما حد يجي يدفع بالفيزا هيدفع بالدولار. فمش يعرف يدفع. لان الكروت تقريبا كلها وقفت. تمام? واغلبهم طلبة او حاجة هيبقى معاها كارت يعني ميزة ولا كارت مش عارف البريد المصري ولا كده كل ده مش شغال. هتلاقيه مش عارف يدفع بالدولار. لكن جوة مصر بيدفع بالجيني المصري عادي مش بالدولار فانت حتى لو يعني ما فيش مشكلة هتلاقي دفع والامور مشي تمام وزي الفل. او اشترك في فوري. عشان خاطر مثلا بيديني رقم حساب اقدر اروح ادفع في فوري. اه برقم او كده. الحاجات اللي هي المنطقة اللي انا هشتغل فيها. اشوف الطريقة السهلة للعميل في المنطقة دي. واتعاقد عليه. لكن مثلا لو انا يعني ما ينفعش بقى شغلي مثلا في بني سويف. وارروح اتعاقد مع سترايب. يعني انا مال بني سويف بسترايب. تمام? لكن انا مثلا لو شغلي على مستوى العالم كله. اه يبقى ممكن اعمل حاجة جلوبل. تمام? ويا سامن لو عملت لكل مجموعة يعني عندي المصريين كتير شوية اعمل لهم طريقة سهلة ليهم هما. يعني حتى جودادي بتاعة الدومينات عملت دلوقتي الطرق دفع بالجنيه المصري ومن غير عمولات. يعني بتدفع متين جنيه هما متين جنيه ما بياخدش حاجة. هو عمل حساب هنا. تمام? الفيسبوك عمل نفس القصة. ليه? بيسهل على العميل يعني. فانا اشوف العميل بتاعي فين? وبناء. لو انا عميل بتاعي في السعودية اشوف في الشركات السعودية. شركة زيان ولا شركة مش هارف ايه? لو العميل في العراق برضو اشوف في العراق. لو انا العميل في تركيا اشوف ايه? يعني مسلا بيبال مش موجود في تركيا. ما ينفعش اروح انا مقدم اقول انا هشتغل في تركيا والطريقة الدفع بيبال. طب ما هي بيبال مش متاح في تركيا اصلي. تمام? فانا باشتغل على اي اساس انا اشتغلت بيبال. تمام? وهكزا. فانا بشوف انا عاوز اشتغل مين? العميل بتاعي ايه? ايه السهل يدفع له? واروح اتعاقد مع الحاجة دي هنا. واي اعاوز اقول لكم في مصر هنا يمكن اغلب الناس شغالين الدفع عند الاستلام ولا حد بيدفع فيزا ولا حاجة. تمام? وكله شغال بودفون كاش منوال. يعني مش مش بواب الدفع. يعني يعمل اتصل بيه اه طب حول. تمام اه اكتف خلاص. يعني حاجات زي كده. فانا بعمل الحاجة الاسهل للناس. آآ وبناءنا عليه. لكن لو انا شغلي جلوبال يبقى اشوف بقى منصة طبعا عالمية عشان. لان اخدوا بالكم ان بيبالش بالدولار. يعني انا لو عندي عميل عربي عاوز يدفع لي اونلاين. آآ بالفيزا ممكن بيه موبا ما يقبلش. لان الحساب بالمصري ما يقبلش بالدولار. فدي خصة تانية. فانا لازم اعرف بالزبط الزبون بتاعي ايه عشان اعرف انا ايه هقدم له الخدمة ازاي? تمام. ممكن طلب بس او شو ما نسو? شو عدل? او شو ما نسو? اه بالنسبة لتعريب المواقع. يعني مثلا انا مثلا في حد بيه طلب مني موقع منصة تعليمية باسم العرب. فانا استخدم استخدم اديوما انا فهلاقي في شوية في شوية كلمات بالانجليزي كده. ايه. بتبقى موجودة. اه شوية عربي وشوية انجليزي. فكنا محتاجين كورسي من حضرتك كده حتى لو نتخصص التعريب ان احنا ممكن نعمل موقع باكتر من لغة عرب وانجليزي. يعني لو متاح. اه طبعا هو هو دي بصراحة في الخطة انا في تقريبا الاسبوعين دول جاي لي خمس ست اه تأكدات على النقطة دي. تمام? يعني كزا حد عايز الموضوع ده لانه يعني مهم الناس كتيرة. كزا حد عنده مشكلة في موضوع. فانا فعليا. بصراحة انا واحد من الناس مسدقة العيد واحد زي ان حضرتك والله. الله 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 بري عليك حبيب. الله فعلي знаете الله اله لي برحال. الله 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 يلعب تسلم ده من ز 해서 حضرتك الله يعزك الله. لا خلص انا بازن الله ازبط موضوع التعريب يعني هناخد حاجة ازاي نعرب او وهناخد حاجة زي نعمل موقع اه متعدد اللغات يعني موقع بلغتين او تلاتة. بحيس ان احنا برضو نكفي الحتة دي ونسهل الامور. فانا ان شاء الله ممكن قام الجاية كده. يعني احدد لهم عاد واعلن حضراتكم عليهم يعني. لان انا بصراحة طلب مني كزا. انا قبل كده طلب مني كزا. بس الاسبوعين دول بشكل كتير يعني. انت عارف احنا في الوطن العربي. ايو ايو. لو مدرس جوا اللي حاجة بيبقى عاوز الكلام بالعربي. انا ما معاك اه صحيح صحيح.